موسيقى يعلم بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة منذ لحظات انتهت مباراة كودي فوار والكونغو الديمقراطية بفوز منتخب كودي فوار بهدف دون رد هدف ليه سباستيان هلر في الديئة 65 كودي فوار حالة استثنائية غريبة وتاريخية في هذه البطولة كادت أن تخرج أو خرجت من كأس الأهم الأفريقية في الدور الأول دور المجموعات وبعد كده الأمور مشت معاها وصعدت أفضل ثوالث بعدما كان مشاهد الحزن على لعيب كودي فوار في آخر مباراة أمام غينيا الاستوية مشاهد الحزن على جماهير كودي فوار رحيل المدير الفني لكودي فوار كل حاجة اتهدت في كودي فوار في منتخب كودي فوار بعد الدور الأول وفجأة لعم معاهم الحظ وصعدوا ضمن أفضل ثوالث إلى الدور اللي بعد كده دور الستاشر ومن ساعتها وكودي فوار طايرة في البطولة طايرة صاحبة الأرض والجمهور بتفوز اليوم بفضل أقدام سبستيان هالر هو الآخر هو الآخر يعني لو قلنا ان منتخب كودي فوار مجازا مجازا عائد من الموت في هذه البطولة فأيضا سبستيان هالر بعد مرض خبيث تعرض ليه مع بروسيا دورتومون يعود ويتقلق مع بروسيا دورتومون وأيضا يتقلق مع كودي فوار ويكون منتخب بلده ليه المباراة النهاية قصة جميلة قصة حلوة قصة يعني من قصة كرة القدم العظيمة يعني كودي فوار في النهاية منتخب النجيري النهاردة بعد ما تعادل مع جنوب أفريقيا في الوقت الأصلي واحد واحد قدر يفوز بضربات الترجيح أربعة اتنين ويليام تروست سجل هدف نجيري الأول من ضربة جزائي في ديئة 67 وبعد كده مكوينة تعادل لجنوب أفريقيا في ديئة 90 وبالمناسبة هدف مكوينة بقى بتاع التعادل اللي جي في ديئة 90 لجنوب أفريقيا برضو كان فيه مشهد مسير جدا ومشهد درامي جدا لأن كان فيه كرة بيرستاو لبيرستاو لعب النادي الأهلي ومنتخب جنوب أفريقيا في منطقة جزائي المنتخب النجيري ومدافع للمنتخب النجيري أعاك بيرستاو حكم المباراة ما شافش الكرة الكرة مشت ارتدت بهجمة مرتدة للمنتخب النجيري يسجل منها فيكتور أوسمان هدف تاني للمنتخب النجيري مهم الفار يرجع حكم المباراة اللي كانت كابتل أمين عمر بالمناسبة حكمنا المصري العظيم يعني حكمنا المصريين في هذا المتوقع كلهم عاملين أداء عظيم جدا فرجع الفار أمين عمر وقال له لا خد بالك ده فيه إعاقة بيرستاو في منطقة الجزاء قبل الهدف اللي سجله المنتخب النجيري فراح أمين عمر بص على الفار لأن فعلا فيه ضربة جزاء لمنتخب جنوب أفريقيا فرجع لغى هدف المنتخب النجيري واحتسب ضربة جزاء للمنتخب الجنوب أفريقيا سجل منها المنتخب الجنوب أفريقيا هدف التعادل حلوة كرة دايما نقول يا بخته اللي يحب كرة القدم بيعيش أجواء ممتعة ومسيرة دائما دائما واللي بيحب كرة القدم برضو سعب بيعيش أجواء صعبة جد مش عايزين نرجع لها بس الأغلب أنه بيعيش أجواء ممتعة جد جدا يعني مهم أن المنتخب النجيري والمنتخب الإفواري هيكونوا في نهاية كأس الأهم الأفريقية يوم الأحد القادم إن شاء الله في مواجهة كلاسيكية مواجهة أفريقية كلاسيكية بين اتنين من أكبر قوى القارة وسط كل هذه المفاجآت في هذه البطولة شفنا نهاية تقليدي عادي نهاية متوقع ممكن لما كودفوار وي نيجيري العام مباراة نهائية عادي جدا كودفوار صاحبة الأرض والجمهور ومنتخب كوى جدا المنتخب النجيري هو أكبر أكبر قيمة تسويقية بين كل المنتخبات اللي موجودة فيه القارة الأفريقية فوارد جدا إن هما الاتنين يبقوا في النهاية آه فيه كوى كبيرة طبعا خرجت من هذه البطولة زي السنغال زي مصر زي المغرب زي الجزائر زي الكاميرون بس نهاية بين كودفوار والمنتخب النجيري نهاية منطقي وطبيعي وعادي جدا مشاهدة ممتعة إن شاء الله يوم الأحد إحنا مش نشجع حد بقى خلاص إحنا بقى نفرج للمتعة فقط يعني المتعة القروية يعني تعرف إحنا عتدنا اعتدنا فكرة إن إحنا نبقى متواجدين في المباراة النهائية في كاس الوام الأفريقية فبتقى لما بيحصل استثناءات ومتبقاش موجود في المباراة النهائية بتحس إن حاجة غريبة جدا جدا يعني الحمد لله على كل شيء إن شاء الله اللي جاي يفقى أحسن طيب نهاردة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام عملوا اجتماع تنصيق مع الكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب في حضور اللواء حلمي مشهور والأستاذ محمد أبو الوفى عضواء مجلس الإدارة ومعهم أيضا أستاذ وليد العطار المدير التنفيذ للاتحاد الكرة والكابتن وليد بدر المدير الإداري بمنتخب مصر كانوا بنصقوا فكرة المعسكر المنتخب القادم إن شاء الله في شهر مارس اللي جاي في الفترة من 18 ليه 26 من شهر مارس هيكون إن شاء الله في الإمارات ومصر هتشارك فيه في دورة ودية فيها منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزولند في الاجتماعات كلموا على الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب في شهر مارس واتحاد الكرة أكد إنه هيوفر جميع مطالبات المنتخب بقية الكابتن حسام حسن وهيبدل طول الوقت مساند وداء طيب عايز بعد الخبر ده أعلق تعليق من مبارح منذ إعلان الكابتن حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر ومعه وجهازه المعاون في زخم طبيعة الحال في زخم مفهوم مدرب منتخب مصر يعني الله سواء حسام حسن أو غيره بما إن فيه مدرب جديد لمنتخب مصر يبقى فيه زخم إعلامي وفيه زخم جماهيري بيحصل حوالين الحكاية دي أحيانا عشان نتكلم ونتناقش ونتحدث وننصح ونصير القضايا ونصير الموضوعات فتلاقينا بنقول كلام ممكن ما يكونش وقته يعني إيه يعني كتر الكلام إنه كابتن حسام حسن أيام ليه مع محمد صلاح وبقى المحترفين أصلاً كتر الكلام في ده غلط حسام حسن وإبراهيم حسن عصبيين وهيعملوا مشاكل كتر الكلام في ده غلط حتى لو هنصح بالمناسبة حتى لو قلت لك إيه إيه ده بقى وما تعملش مشاكل وش عايف إيه لو محمد صلاح ده نيجي من منتخب مصر أصلاً كتر الكلام ده بيعمل إيه؟ بيعمل زي ما حصل النهاردة في الصحافة الإنجليزية بدأوا يتحدثوا عن فكرة إنه فيه مشكلة بين مدير فني الجديد لمنتخب مصر حسام حسن ومحمد صلاح الصحافة الإنجليزية يا جماعة وما بص كون الكابتن حسام حسن كابتن إبراهيم حسن قالوا أراء قبل كده في محمد صلاح قالوا أراء في كريم قالوا أراء في الكابتن محمود الخطيب قالوا أراء في الكابتن حسن شحاتة قالوا أراء في إعلاميين قالوا أراء في جميعين إحنا عارفين إن الكابتن حسام والكابتن إبراهيم دائماً يتحدثون وبيتكلموا وبيتناقشوا وبيقولوا قراءهم من غير ما بيحطوا عليها فلاتر عارفين ده ده على فكرة جزء من الكتب النهاردة في الصحافة الإنجليزية احنا عارفين ده بس احنا بدقين صفحة جديدة يا جماعة بلاش وإحنا بنعمل الصفحة الجديدة وإحنا بنعمل الصفحة الجديدة نحط شوية شطة ونعمل قلق ونعمل حكاية ونعمل قصة بتعمل انت فجوات بقى في العلاقات بالكلام ده كابتن حسام حسن أنا واصق مليار في المية مليار في المية مش مليون مليار كمان تمام انه هيحتوي الجميع وهيتعامل مع الجميع بشكل جيد وهيوضح وجهة نظره اللي كان بيقولها قبل كده والكرة تحتمل بالمناسبة يعني الكرة تحتمل دائما وابدا كل الاراء يعني ايه يعني حسام حسن من كام يوم ما كانش موجود في الجهاز الفني المنتخم مصر فهو قاعد برا كان بيقول رأيه بصراحة الآن الكابتن حسام حسن على رأس الجهاز الفني المنتخم مصر هينتقد زي ما كان بينتقد طبيعي جدا هو اكيد متفاهم ده ومتفاهم ما كان يحدث قبل توليه المهمة الامور عادية احنا مكبرنا احنا مزودنا احنا من حق يعني بق ايه الحق ده بص ده في عشر لعيبة في منتخم مصر تسمع بقى الكلام ده هيعتزل الدولي اقول لك اسمعهم فلان وفلان وفلان جبتها اسمعهم ومين قالك لهم ما هيعتزل الدولي وهم دول يعني كل اللعيبة اللي في منتخم مصر من اول محمد صلاح قائد منتخم مصر واهم لعب في تاريخ مصر لكل اللعيبة بتاعت المنتخب ما هو اصلا اصلا يعني هم عارفين انه شرف كبير ليهم انه هم لابسين شرط منتخم مصر فهمهم بلعبوش لمنتخم مصر عشان حسام ولا عشان ابراهيم ولا عشان كريم ولا عشان حسين ولا عشان محمود ولعبوا عشان منتخم مصر فاكيد اكيد فكرة اللي اعتزل الدولة عشان كابتر حسام حسن ده مش موجود ده واحد اتنين الناس دي كل اللي موجودين في المنتخم عارفين ومقدرين وفاهمين القيمة التاريخية لأسطورة من أساطير كرة القدم المصرية كابتر حسام حسن ممكن وارد وارد يكون حد فيهم مثلا اه ما عجبوش مثلا اضايق قاله كابتر حسام حسن عنه قبل كده بس اسمه رائش الرائش ممكن اتداق منه شوية ادم ما تجاوستش ضدك اتداق منه شوية انا ما هنقض مع بعض اه كابتر حسام ده انت قلت علي اللي انا سبب الجنل الرابع ده فالكابتر حسام انا بقولك الحوار التخيولي يعني كابتر حسام يقول له ما انت سبب الجنل الرابع أصلا يعني ما تريد كنت شعبك كنت شعبك تغطي كده وبتاع فروحوا دحكين وانهزر وتلاقي تسقيف واحنا عادين وخلصنا يا حباب نكبر ده قال انه اللعيب ده مش جيد انه يخش المنتخب طبعا كده معناه انه هو مش ياخده تانيش طبعا ممكن يكون الكابتر حسام وقتها قال انه مش جايد انه يخش المنتخب عشان في وقتها اللعب ده ما كانش في افضل احواله بس يفرد اللعب ده بقى في افضل احواله قال الكابتر حسام هيقول لا مش ياخده معايا المنتخب عشانه قلت قبل كده انه ما كانش ينفع يخش المنتخب شوف الكلام واسع عمالي اعراض مننا ازاي موضوع ابسط من كده في الكرة تماما 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 نعمل احنا ايه بقى كلنا كلنا نعمل ايه عشان ما ينفعش الراجل يبقى لسه بسم الله الرحمن الرحيم متولي المسئولية وكل واحد عمال يجود تجويدة اللي هو ايه بس ده بتاع لا ده أصدقاء هيعمل احوال هنا مش عارفين أصدقاء مش عارفين ده صفحة جديدة ومطالبين وملزمين جميعا ان احنا نجد الدعم للمدير الفني لمنتخب مصر للتايتل ده للمسمى ده بغض النظر من الشخص اللي متولي المسئولية انا شخصيا مدرب في الكون جدارة منتخب مصر حتى لو انا شايفه مش جيد شايفه انه ماينفعش شايفه انه مش مؤهل شايفه حتى انه جي مش عارف حد جمله اي حاجة شايفه انه مفروض ما ياخدش فلوس الدولارات دي كلها اتكلم على حتى المدربين الأجانب اي حاجة دائما وابدا لابد ان ندعم المدير الفني لمنتخب مصر هذا المسمى بدون بقى ايه بس هوا انا بدعمك بس يعني لو عملت كده مش هدعمك بس لو مش عارف ما يصلحت مش هدعمك بس من غير شروط ما تشترطش انت مش بتدعم حسام حسن انت بتدعم المدير الفني لمنتخب مصر يقولك ايه بس في ناس يمبرها قاعدت تجامل اوي حسام حسن يا سيدي والله ما بنجامل حسام حسن وبالمناسبة يعني ده اسطورة ده يعني كابة حسام حسن ده اسطورة في تاريخ مصر في تاريخ الكرة في مصر فلما نتكلم عنه كويس نحن مش بنتكلم على حد مجهول مثلا ولا حد ما عملش تاريخ مع منتخب مصر ومع الاندية المصر ايه بس احنا برضه مش بنجامل حسام حسن احنا بنجامل التايتل بنجامل المسمى الوظيفي المسمى الوظيفي المدير الفني لمين؟ لمنتخب مصر ببساطة يعني نكمل أخبارنا نهاردة اتحاد الكرة بالمناسبة يعني بالمناسبة حسام حسن تلقى دعوة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف لحضور الكابتن حسام حسن أسطورة كرة القدم المصرية نهائي بطولة كاس نوم رفكان ويحضر نهائي بطولة كاس نوم الأفريقية في كود ديفور ليه بقى يا سيدك في ناس بتجي من حسام حسن أوه من مبارح لتحال أفريقي الكرة القدم عايز يكرم الكابتن حسام حسن كواحد من أساطير كرة القدم الأفريقية دائما وأبدا نقدر جدا أو الناس برد تقدر جدا رموزنا احنا ما بناخدش بعنا طيب نسيب الكابتن حسام حسن شوية ونروح لمدخلة هاتفية مهمة جدا من كام يوم مش من كام يوم مبارح ويقول مبارح يعني كنت أتحدث معكم عن مجلس إدارة نادي الزمالك وقلت لكم أنه اللي عمله مجلس إدارة نادي الزمالك هو مش إنجاز هو إعجاز حرفيا أنك تحل مشاكل إيقاف القيد وتدفع الفلوس أنك تتعاقد مع هذا الكم من اللاعبين أنك تسدد مستحقتك المتأخرة أنك تسدد مستحقتك المتأخرة لللاعبين أنك تتفع مع بعض اللاعبين على تجديد عقودهم أنك تحل كل الأزمات الداخلية في كرة القدم وغير كرة القدم كل ده مش في شهور قليلة في عدد أيام قليلة موضوع أقرب للمستحيل أنه كان يتنفذ أنا بصراحة ما كدبش عليكم يعني حتى وإحنا ندعم ونساند ونقول يا رب نشوف الزمالك في أحسن حال ويرجع تاني واحد من أهم القلاع الرياضية المصرية وهو سليم معافع يعني بس كنت شاكك هيعمله ده إزاي أجمع ده لو يعني مين مش هيقدر يعمل ده فبصراحة كله اشتغل كل الناس اشتغلت وتحديداً ملف كرة القدم في نادي الزمالك هو ملف ساقيل جداً لأنه الملف الأكثر جماهرية ودائماً وأبداً الملف ده حواليه الكثير من الضغوط الجماهرية وفي واحد كرر مع مجلس الإدارة كله أنه يتصدل ده ويتحمل المسؤولية في الوقت الصعب ده هو معاي على هاتف الآن الكابتن الكبير كابتن أحمد سليمان عدو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على كرة القدم في النادي كابتن أحمد مشرف ومنور وبدايةً بهنيك وبهني مجلس الإدارة كله على هذا العمل العظيم اللي قدمتوه لنادي الزمالك خلال الفترة القليلة الماضية تحياتي لك كريم أنا بشكرك طبعاً وبشكر القائمين على البرنامج ومساند الفترة اللي فاتت فعلاً من قبل الانتخابات كما حيكله وبتصديه في كل الناس وبتعرف برامجها وبعد نجاح المجلس كان البرنامج داعم لمجلس دارة ناس الزمالك الحمد لله بدعم الإعلام وجمعات ناس الزمالك وعضاء جمعات عمية وموردين نادي الزمالك ومجلس الإدارة لدينا نوصل للعونق والزجاجة اللي احنا نطلع منه بعد هذا الصراع الفترات طويلة جداً مع نادي الزمالك بداية لازم أسألك أول حاجة عن ملف رفع إيقاف القيد وكل هذه الغرامات وكل المشاكل المالية أنا متأكد أنها كانت ضغوط صعبة جداً بس عايز أسألك سؤال أول هل الملف ده أنتو بتشتغلوا عليه من قبل حتى ما تخشوا انتخابات نادي الزمالك لأن الملف ده في الوقت الصغير أو ده أنا شايف أنه من المستحيل أنه ينفع يتحقق واضح أن أنتو شغالين من بدر يا كابتر أحمد طبعاً دكتور من الناس المتابع بالحاملة الانتخابية للقايمة كان من ضمن أهداف كتير جداً كان من ضمن أهداف كتير جداً كان من ضمن رفع القيد وتجديد اللعبين وأحضر مدارب أجنابي وصفقات ده كان موضوع مدروس كواس جداً وكان عارفينه قبل أن نخش وعارفين مشاكله وحطينا حلول كتير جداً بس كنا محتاجين الوقت وتوفيق ربنا كابتر أحمد لبيب وأعضاء كتير جداً مجلس الإدارة واني بيرزي عمله كبير وحسين السيد عمله مدروس بإفاز الملف وطبعاً لاجبت الأستاذ مهرب رئيسة الأستاذ محمد التريبي اللي عدو مجلس در الصابت كان راجل دي دور كبير جداً واللاجلة المؤكرة ليها وعلاقاتنا بالبنوك والكلام ده كله اللي احنا يدرنا ندبر 2 مليون وسبعمائة بقى فيه مدارب أساريو فلوسه عشان إنهاء التعاكل كما أبلغ كبير جداً في أزمة الأزمة الدنارية الموجودة لكن الحمد لله كان النيات خالصة جداً ومكهود واقتهاد قوي جداً من كابتر حسين لبيب في هذا الملف عظيم جداً فيه سؤال طبعاً جمالي الزمالك كلها بتطرحه واحنا كعلمين بنتطرحه هو الناس دي جابت فلوس منين في الوقت الدايق أو ده في وقت ما كنا شايفين الزمالك يعاني جداً مالياً الفترة المضية لحقيقته إزاي تجمعوا كل هذه الأموال الصعبة جداً في ظروف صعبة جداً في نادي الزمالك وظروف صعبة بشكل عام فيما يخص العملة الصعبة كمان اللي جاب الفلوس يا كريم ممكن أولاك في كلمة فضل اللي جاب الفلوس هو نادي الزمالك نادي الزمالك اسم كبير وبراند البير طول ما اسمه بالطرح وموجود بيقدر يكذل حاجة كتير جداً يخلينا احنا نبذل مكود كبير جداً عشان نرفع اسمه ومعانا اسم نادي الزمالك ده واسم بيفتح لنا حاجة كتير أوز بيفتح لنا مصالح حكومية بيفتح لنا بنوك بيخلي رجال أعمال جذبين بيخلي الجماهير العضاء الجماهية كل الناس اسم نادي الزمالك ارتبطهم بالناس باسم نادي الزمالك خلى كل يسعى مؤسس محترم عشان نقدر نوفر هذه المبالك لكن المجلس والزمالكوية كتير قوي بيضموا عقليات اقتصادية وعضارات إدارية وفنية على مستوى أن كل الناس دي تكتشت فعلاً مع مجلس الإدارة من هذا الملف الصعب من أصعب الملفات في تريف نادي الزمالك من هذه الموضة تكلافات القيض وأكمل ديون على النادي بالعمرة الصعبة على الناس كتير جداً وبتسفى الحاجة دي أنت مش مقتنعة مش مقتنعة لأن بتمزل مجهود في حاجة أصبع عليك لازم تعملها ناس تربحت من من الفلوس دي تانية وإحنا لم نستفيد بالعبات بما شكي لها حاجات كتير أول لكن كان أما حاجة شير طراب شواء طراب كده موجودين على اسم نادي الزمالك الحمد لله نادي الزمالك رجع براك وده اللي احنا شغلنا عليه اسم البراند بتاع نادي الزمالك فتح لنا أبواب كتير جداً بالمناسبة كابتان أحمد برضو كنت مبرح عرض صورة لمجلس إدارة نادي الزمالك في مؤتمر تقديم اللاعبين الجدد ومجلس إدارة نادي الزمالك في الصف الثاني ورموز نادي الزمالك في الصف الأول أنت تحديداً كمان كنت في الصف الثالث كمان وسايبين المقدمة لرموز نادي الزمالك في أوقات كثيرة كرموز نادي الزمالك مش في الصورة أصلاً جوا نادي الزمالك الصورة دي كمان أيضاً عظيمة مع كابتان أحمد وبطلو من زملائي كمان لو نعرضها مرة أخرى الصورة دي طبعاً دي رموزنا ودول الناس عرقوا وتعبوا دوانات الزمالك وإحنا كلنا بيجي في أخر ناس نادي الزمالك كلنا محتاج مننا كل الجهود المفجولة وقرزات نهمش أن نقعد على قرصي وفي ناس كانت قاعدة مازلت موجود أفضل مع بعض المجرس الزارة وده عشان حباً في ناس الزمالك فإحنا خدمين لنا الزمالك ومردين لنا الزمالك النا الزمالك عمل اسمنا وقبرنا واستفدنا كلنا من نوراب ارتبطنا بيه على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الشخصي فمهمش أن نكون في أول الصفوف من اللي أنا أكون ببزل موجود وعرق لرفع اسم ناس الزمالك والآخر الناس يتقدر مش أنت عارف الصف أول أو تاني أو تالي لا الناس بإحساسها وشايفة من نفسية ودولة الناس عندها من الفتنة والذكاء النهاردة شايف كابتة اللبيب هوت وكابتة النشاء من ناصر عالين ورا وانقا طف ثالث وكرسة فارع كده يقول لكل صعود عليه ما فيش مشكلة لا احنا كلنا في خدمة ناس الزمالك طول كمان رمز كبير جدا أستاذ أدور حبسيني أستاذ أحمد الوطن هاتفترة كبيرة جدا الفترة اللي هي الفلاجنا المعانة الفنان الكبيري دائما دعم لناس الزمالك زي محمد مبير زي أسماء أحمد الساقة أسماء كتير جدا حمد ينيدي الفن وارتباطه من ناس الزمالك كل دي ناس ارتباطه من ناس الزمالك صعداء بيها صحيح صحيح عبدالله السعيد الصفقة الأبرز ما بين كل الصفقات تبقى لإسمه وتاريخه في تاريخ كرة القدم المصرية صفقة يعني كثير من جمهين نادي الزمالك مؤيدها طبعا بطبيعة الحال كثير من المتابعين شايفينها صفقة كبيرة لنادي الزمالك بطبيعة الحال لأنه لعب رائع جدا بس في بعض الناس بيتكلموا دائما وأبدا عن فكرة التقدم العمر بالنسبة لعبدالله السعيد تقول إيه في هذا الأمر كبيرة أحمد أقول إن الخبرات والشباب شيء مهم جدا في الكرة القدم المهم في الآخر بتجيب الـ 11 اللعيب أو 30 اللعيب في القائمة أو في الملعب متوسط العمار ببقى ديه في الفريق والخبرات شيء مهم جدا وجزء الشباب ونأرضى إحنا الزغرين كمان كنا من واحد يسمع سنة 50 ده حيث سنة وعاجزة ونأرضى الحمد لله ما أعرفش سنة 70 سنة سنة يا شباب سنة ستين لكن عبدالله سعيب بلعيب عطاء إيش بالسن بيعطاءه في الملعب بتركيزه بخبراته بأداءه الفني والمهاري بيعرفه باللعيبة وحبه اللعيبة دفعت الجمهور لي كل دي الحاجات أعمل تناجح أي واحد ما يكون سنة 39 وقاعدة دي في الملعب والجمهور بيسندني وزمالي بتسندني وأنا بابتكر كل دي هتخلي المستوى الفني على جدا عبدالله شيء مهم جدا وإضافة لأجيال أنت شاهد محمد شحاته 22 سنة وزياد كامل 22 سنة محمد عاطف 23 كل الأعمار السنية موظم الفريق كلها زاير من مار في الفريق كل ده محتاج الخبرات بتاعت شكبالة ومحمد عبدالشافي وعبدالله جمعة اللي عمل حاجة دفع معناوية كتيرا للفريق وللصفقات اللي جدت طيب من الأسئلة برضو اللي اتطلحت في صفقات نادي الزمالك الجديد الجديدة أنه فيه أكتر فيه أكتر فيه أكتر لا لا مين لأي لك كده طيب لا لا نحن سعرين مع بعضة كابت والأحمد على طول على طول على طول فورس صح صح وجود أكتر من صانع ألعاب في نادي الزمالك في الصفقات الجديدة مع الموجودين مش كتير أربعة أو خمسة موجودين في نفس المركز في consuming البطولات لازم يكون في كل مركز يمكن ظروف ما ساعة اثنائش لازم يكون في مركز اثنين وثلاثة واربعة أولا بين المستوى نادي الزمالك دخل على أربعة بطلات بطولة الدوري واثنين كاس مصر ضمنهم برات نادي الأهلي وبطولة أفريقيا البداية اللازم تكون قوي للدن ما يكونش البديل أقل من الأساسي وده انت عوّت عليه فانتخب مصر أنا بعمل مع نادي الزمالك وما تشوف على الكورة مع مجلس الإدارة ان احنا يكون نادي زمالك منتخب مصر ما بقاش في جاب بين اللعيبة وبعضية انت الأول النهاردة لازم تكون مستعدة طول الوقت لكل البطلات عندك مثلا في عفرتها هيغيب عبدالله السعيد وغيب مصر المال ونصف فاروق عفر البداية لازم تكون زي أحمد حمدي زي أوباما زي زياد كمال يجي بعد كده من رجع على عفر للدول نستعين بعبدالله نستعين بسيف ودي لسه احنا النهاردة وقلنا كل الناس بيردك كلمة نادي زمالك رجاله ثلاثة وفاتوح ومتصف شلب كل الناس تقول لك الثلاثة دول رجعين هاي الثلاثة عليهم النهاردة الثلاثة دول اتنين مش موجودين ربنا يشفي الوينش وصفت البلغة اللي ازعالتنا كلنا وقصرنا بنا ناقض عليه عمل كيبير جدا في خاطر دول الناس زمالك واحسن بساك في مصر فاتوح ناعدة رجع متخب مصر بشهر وشوية كل ده مش موجود لو انت النهاردة ما عندكش تؤلف هاي المراكز هيحصل لك ضرب امسال شهر اتنين الكلام دي لات الناس تسمعوا بقاية جدا والتفسير اللي انا بقول لها بقاية عشان ناس اللي بتحاول تفكر في حيات مش مزبوطة النهاردة يوم ساعتاشر اتنين عود في الدول المصري ومارسط الانشاطر المحلي والافريكي الاندية نخلص تسعة اتنين فهذه الفترة نادي زمالك يلا بعشر مباراة يعني متوسط اربع او خمس ايام كل اربع سامس ايام لو انت ما عندكش زحمة محترمة من اللعبي زي خبرات ومستوى مفن مش هتقدر تعمل مطلعات وحنادي زمالك وهنادي مطلعات شاف ان زمالك مازال منافس قوي على الدول الممتاز هذا الموسم ان الدول اللي لم يلعب منه حوالي عشرين في المية من الدول المصري عشرين في المية دولة الواحد يوم اللي يمثله حاجة الدولة ده مارسهم كبير من الشغل عليه صحية صحية رمضان الصبح يا عل دخلت في مفاوضات معايا وقصت صفقة عبدالله سعيد مثل ما اقيل يعني انه كان الاثنين مرتبطين دايما اسماء ومبعض اقول لحيك من يوم اقتولينا المجلس الادارة وامج المجلس ظهر تاني ورجع لرموزه كل لعيبة المصريين وبالعكس لعيبة محترفة ولعيبة افاركة ولعيبة في الدولة العربية الساعة انهم يكوفون دون اسماء لكل الناس كان لها رغب انهم يكونوا موزين في الاسماء عزيزة الحمد لله مش عايز اقول لك لو الوقت كان سعيد بينها وانت لولا ان الامور ما تاخدش كده ان في نص موسم تغير حضارشن اللعيب اسماء الموسم التبديل والاحلال ده يتم بيدوق وباسلوب فني اداري محترم اه كان الامور سباكتر مكتر لا واضيف لك شيئة كابتن احمد عشان اقولت الكلام ده برضو مبارح انه مفيش فريق في العالم في العالم يقدر اشتري هذا الكام من اللعبين في شهر يناير ممكن اشتريه في اخر الموسم لكن كتير من الان دايما بتستناش عن لعبتها في شهر يناير في نص الموسم دايما في نص الموسم صفقات يناير بتبقى صفقتين تلاتة بالكتير وممكن اقل من كده كمان لكن انك تقدر تعمل هذا العدد من الصفقات في الفترة دي فدي حاجة اكيد في منتهى الصعوبة اخر سؤال يخص كهرباء وموضوع كهرباء وغرامة كهرباء الوضع في ايه في هذه اللحظة دينا ملفات كتيرة محترمة من ديرها هذا الملف يديره بالصفة الشخصية كابت الحسن الابيب رئيس النادي وبنعاون بعض الناس مننا فيه لكن هو المنموض باز الملف في كابت الحسن الابيب عشان ببعش فيه تضارف اراء وتصرحات غير ضقيقة بالمر المترجم النهاردة تيتو اللي كان بيشتغل مع روي فيتوريا وايضا سورش فيه النادي العلي هل هو مستمر مع نادي الزمالك ولا مش موجود مع نادي الزمالك لم يتخذ مجلس الدارة قرار مترجم لم يتخذ قرار بهذا الشأن لم يتخذ قرار بتعيين مترجم ولا براحين مترجم لم يتخذ قرار بهذا الشأنه مترجم حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة كابتن الكبير كابتن أحمد سليمان عدو مجلس دارة نادي الزمالك أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة وكل هذه التوضيحات مرة أخرى راستحق كل الإشهادة كل عضاء مجلس دارة نادي الزمالك وبالتأكيد رئيس نادي الزمالك ومجلس الإدارة بالكامل على الفترة الصعبة اللي عارفين يتخطوها جدا الفترة اللي فاتت دي ويحققوا فيها كمان شغل عظيم جدا برافو يعني يستحقكم كل الاشياء نرجع تاني مع المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني الكابتن حسام حسن كابتن حسام حسن رفض إجراء أي تعديل على نظام اختيار كابتن المنتخب في المرحلة اللي جاية ده ليه عشان برضو كلام كلام اللي بيطلع على السوشال ميديا وللأسف حتى مش على السوشال ميديا بعض الناس ممكن تردده في الإعلام اللي هو إيه حسام حسن أول قرار هياخده هياخد شارة الكيادة من محمد صلاح جبتها منين هو الراجل لسه لم يجتمع مع العيبة ولا قاعد مع العيبة ولا قاعد مع الإدارة ولا في تفاصيل كثيرة جدا عشان تقول حتى أنه أول ما هي استلم المهمة بصوا أنا قبل ما أخش هوا استلم والبس الترينج بتاع المنتخب أنا عايز أخد الشراب بتاعتقادة من محمد صلاح أكيد أكيد مش مليار بقى مئة مليار مستحيل إنه يكون بيفكر كده أو عمل كده خلاص ده بالمنطق طيب بالمعلومة الراجل ما طلبش كده أقال لك إحنا زي ما إحنا والأمور ماشية زي ما هي والقائد قائد اللي هو محمد صلاح واللي بعده هم هم وما فيش أي تغيرات جودنا منين بقى اللي هو أعمل أي حالة أعمل أي قصة دول كده على أي أحوار وسيناريو تعالي نعمله فمحمد صلاح كابتن منتخب عادي جدا طيب كابتن حسام حسن بس كان عنده طلب إنه يحصل تغيير فيه الجهاز الطبي لمنتخب مصر تحادي الكرة عايز إن الدكتور محمد أبو العيلة يستمر فيه منصبه وكابتن حسام حسن عايز يستخدم الدكتور محمد عنان لهذا المنصب ولحد الوقت لسه نفيش حسب في الأمور بس أكيد هتبقى الأمور بسيطة يعني اتنين محترمين اتنين ده كترة كبار يعني ومحترمين ويفيدوا المنتخب الوطني طيب دي حكاية دي حكاية تانية كابتن عامل عبد العزيز كان مساعد فيه الجهاز الفني ليه روي فيتوريا مع منتخب مصر تصريحات أمس إنه قال إنه الأمور التكتكية والفنية عشرة في المية من أي مباراة وإنه ما فيش حاجة اسمها ثلاثة خمسة واحد وقال كده وقال أربعة أربعة أثنين قال كده وفي رأيي كابتن عامل عبد العزيز كان ضيفي هنا في كثير من الأحيان في الأقام عشرة وهو رجل مؤهل جدا فنيا وزاكي جدا ومدرب له مستقبل كبير وعظيم وأتصور أنا عشان مش عايز بس أخش الحفلة يعني أشارك في الحفلة وخلاص أتصور إن خانه التوفيق في التعبيد ده أو في الوصف ده عشان لا أكيد الكرة مش عشرة في المية بس تاكتك وهو أكيد فاهم ده وأكيد إن هو كمدرب أو كمدير فني أكيد بيتعب ويجتهد وبيشتغل فني وتاكتك طول اليوم وطول الأسبوع وطول الشهر وطول السنين عشان يحفظ لعبته ويشتغل معاه فأكيد مش عشرة في المية أكيد يعني بس أكيد التوفيق خانه في الأمر ده في الأمر ده طيب بنقى في إحنا عند حكوبة وبص بالمناسبة دي نقطة مهمة جدا كنت فاكرة أتكلم فيها وفرصة اللي أنا أتكلم فيها في كتير من مدربيننا من لعبتنا من مسؤولنا الرياضيين وفي كرة القدم تحديدا خير مؤهلين إنه يتحدثوا للإعلام طيب أول ما قولي الجملة دي يقول لك ألحق ده بيهاجم ده بينتقدهم ده بيقلل منهم لا خالص ليه 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 أنت تبقى مدرب كبير وعظيم تبقى لازم كمان تبقى شاطر إعلاميا مش شرط على فكرة إنك تتحدث للناس إعلاميا مش شرط على فكرة مش شرط فيه ناس عندهم المهرة المهرة اللي إيه الفطرية إنه يعرفوا يتكلموا الإعلام فيه ناس تاني ما عندهمش مش متالبين مثلا إنهم يتعلموا إعلام مش متالبين إنهم يتعلموا تدريب يتعلموا يلعبوا كرة فمش شرط يتعلموا يتكلموا تمام؟ مش حاجة خالص أتمنى الفترة اللي جاية كل الناس اللي تحس في نفسها إنها ما عندهاش القدرة على توصيل معلوماتها أو أفكارها للجمهور مدربين بقى أو لعبين يبقى عندهم متحدثين رسميين يعني مثلاً مثلاً أنا هطلب واتمنى ودي النصيحة الوحيدة اللي هولها لكابتن حسام حسن بس الوحيدة كابتن حسام وإبراهيم كابتن حسام وكابتن إبراهيم مش لازم الفترة اللي جاية هيبقى فيه انتقادات على المنتخب وانتقادات على المدير الفني وانتقادات على المدرب المساعد ومدير الكرة ده منتخب منتخب مصر وأي منتخب في العالم كده دائماً وأبداً فيه انتقادات هيجي اختار قيمة هينتقدوه هيجي لعب مباراة ينتقدوه هيكسب مباراة ينتقدوه برضو المدرب المنتخب دائما تحت الضغط الجماهيلي والإعلامي صح كده؟ كابتن حسام حسن معروف عنه إنه رجل انفعالي كابتن بطبيب حسن معروف عنه إنه رجل انفعالي فهي أخي قول أنا بش أردها العد لو عايزين رد في أي موضوع يخص المنتخب إحنا هيبقى عندنا متحدث رسمي باسمه منتخب مصر يطلع يتحدث في أي أمور مع الإعلام ومع الجمهور لن يلوم أحد هنا كابتن حسام ولا كابتن بريم ولا الجهاز الفني بالكامل على فكة أنا بقول لك حاجة عكس رغبات الإعلامية يعني كإعلامي مش عايز المتحدث الرسمي أنا عايز كابتن حسن يخش يتكلم معي أنا عايز كابتن حسن يخش يتكلم معي أحسن لي يعني بس المصلحة المنتخب ومصلحة الهدوء في المنتخب لا أنا بقول لكابتن حسن قول إنت طوعية نقول له أنا مش حابب أتكلم مش هتكلم مع حد خالص ولو عايزين حاجة من المتحدث ده بيحصل في العالم كله على فكرة والمدرب لا يتحدث إلا في المؤتمرات الصحفية قبل المباراة بس حتى دي يعني كلامك فيها يبقى بحسب جدا وبزكاء جدا سهلا ماشي دي حكاية حكاية أخرى في حكاية بتاعت مارس الكولر ده في النادي الأهلي بقى مارس الكولر عمل جلسة مع لعاب النادي الأهلي الدوليين النهاردة وحفزهم وقال لهم تخطوا اللي حصل في كاس الأمر الأفريقية وتعامل معهم نفسيا بشكل جيد مصادر في النادي الأهلي عدت لنا في تصريحات خاصة للقم 10 إن دكتور أحمد أبو الوفا طبيب النادي الأهلي النفسي كان له دور كبير جدا في تجهيز لعاب النادي الأهلي بعد انتظامهم فيه التدريبات الجماعية عشان الفريق بيحضر ليه الصفر إلى الجزائل لمواجهة شبابه لزيدات فيه الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا زكاء في النادي الأهلي والتعامل علمي في النادي الأهلي دلوقتي مارس الكولر أصلا المدرب بيتعامل نفسيا مع العمين بشكل كويس والنادي الأهلي كمان عنده طبيب نفسي هو الدكتور أحمد أبو الوفا وبالتأكيد لعاب النادي الأهلي الدوليين متأثرين زينا كلنا بخروج مصر من كأس الأم الأفريقية من دور الستاشر فلابد من التعامل النفسي معهم في هذه المرحلة طيب كمان مارس الكولر حصل على تقرير طبي بيأكد جاهزية ريدا سليم لعب الفريق طبيا ليه التواجد فيه المباريات في الفترة القادمة تحديدا فيه مباراة شباب برزداد يوم ستاشر فبراير الجاري واللعب المغربي هيخضع ليه مزيد من الاختبارات فيه الأيام اللي جاي عشان يتحدد موقفه النهائي بشأن السفر إلى الجزائر ومصدر فيه النادي الأهلي قالينا في رقم عشر أن الجهاز الإداري عمل ليه ريدا سليم تأشيرة الجزائر أو تحسبا لاندمامه لقائمة الفريق المسافرة إلى مواجهة شباب برزداد طيب طيبين محمد الشناوي عنده إصابة في الكاتف وهيعمل عملية في الكاتف بس محمد الشناوي أثناء العملية اللي هيعملها في الكاتف هيعمل كمان عملية في عينيه هيستغل إنه هو غايب أربع شهور عن الملاعب بسبب الجراحة اللي هعملها في الكاتف وهيعمل عملية في العين طبيب العيون طلب من الشناوي انه يجري عملية في عينه وكان بيأجلها محمد الشناوي اكتر من مرة بسبب ارتباطاته مع النادي الاهلي او منتخب مصر والعملية محتاجة راحة سلبية لفترة طويلة الفترة دي هو خذ دلوقتي الشناوي بعد ما عمل اجراحة الكتف وبالتالي يقدر يعمل العملية دي دلوقتي ويستغل فترة الغياب ديت انه خلص كل الامور اللي عنده ربنا يشفيه رب ويعفيه احسن حارس في مصر دائما وابدا طيب مارس كولر المدير الفني للنادي الاهلي ايضا استقرق على عودة احمد الكندوسي لعب الفريق المعار الى سيراميكا كليوباترا نهاية الموسم الحالي وقصة احمد الكندوسي دي احكي لك فيها حاجة مهمة جدا الاهلي كان طلب من نادي سيراميكا كليوباترا انه ياخد محمد بسام اعارة ست شهور عارفين انتو القصة دي وبعد كده عرفنا ان الموضوع في الاتفاقات والمفاوضات ما كملتش ليه بقى ما كملتش عشان النادي سيراميكا كليوباترا طلب من النادي الاهلي مقابل اعارة محمد بسام انه النادي الاهلي يمدل سيراميكا كليوباترا فترة اعارة احمد الكندوسي موسم كمان مع اعارة كمان احمد عبدالقادر لمدة ست شهور فالنادي الاهلي رفض هذا الامر بناء على طلب من مرسي كله انه عايز احمد كندوسي معاه الموسم اللي جاي فسبب كلباترا قالوا لهم خلاص ده ما اعتقدوا كندوسي نهاية الموسم فاحنا كمان ما عندناش محمد بسام او مش هنقدر نبديكو محمد بسام دي الحكاية بتاعت احمد الكندوسي وعودته ليه النادي الاهلي طيب نلوح النادي الزمالك محمود علاء مدافع نادي الزمالك كان فيه تفكير كبير جدا انه مش هيتجدد له وانه هيرحل عن الفريق وبالفعل محمود علاء كان عنده عروض من بيرامد زواندية اخرى بس بعد ما تجددت اصابة الوينش نادي الزمالك بدأ يفكر مرة اخرى انه يبقي على محمود علاء وانه يعمل معاه جلسة لتجديد التعاقد لسه محمود علاء محسامش موقفه ولسه نادي الزمالك محسامش موقفه بشكل نهائي ولكن الاتجاه انه محمود علاء يستمر مع نادي الزمالك بعد اصابة النجم محمود حمدي الوينش طيب هل محمود علاء وقع لبيرامدز لا لسه موقعش مش مظبوط هو عنده فعلا تلات عروض منهم بيرامدز لكن هو موقعش اي رغبة او ورقة لاي نادي ومستني جلسة مع مسؤولي نادي الزمالك طيب هل سبكملين مع حضراتكم نادي بيرامدز كان بيقدم مدربه الجديد الكرواتي كرونسلاف ريشيتش اللي كان في ماران الفريق النهاردة وقال كلام مهم جدا نروح نشوف ونرجع نكمل تاني ساعاتي أعجب المزعين سعبة noveو ما حراء وبرلم نحن في هذا القب الإيمعين جميل ذلك أسمن شبك يضع المزرق الوينش على المسؤول عليك أن أعوض أن أعوض أن أصاب المزرق في هذا القب نظر هذا هو من وضع الشيط لأي لأي أابن بريد من قبل لأه Durchسرل من برسل بمزرق إلى هنا أنا من نوع أمريك هذا هو المصمع في القناة لقد كنت قمت بتبقية الإطلاقات والتبقية الإجت wehg مطبعاً أفتاوي أنه هو ذهب إلى مصر ويشتغل مع الإطلاق بالندير نادي كبير نادي عنده أهداف نادي عنده طموح وهو كشخص عنده أهداف وطموح عايز يحققهم هو شف أنه في المكان المناسب المكان الممتاز بالنسبة لي هو يحقق الأهداف دي والطموح ده طبعاً هو متابع دوري مصري بقاله فترة آخر فترة هو متابعها وكان متابع للمتخب الوطني في كاس الأمم وطبعاً بالنسبة له هو شايف أن هناك جودة عالية قوي موجودة في العيبة المصرية وفي الدوري المصري وبحيبها الموضوع سيبقى صعب وهو منافسة نفسها في الدوري اللي احنا فيه ده وفي المنافسة اللي احنا فيها صعبة بس نعمل كل حاجة علشان نعمل مستوى إيجابي وإداء إيجابي لديه مستوى جميلة مع مستوى جميلة لديه مستوى جداً كويسة وممتازة لديه مستوى جميلة وعنده معمات كثيرة عن العيبة لديه مستوى جميلة وعارف كيف نقدر نعمل شغل عالي قوي مع مجموعة وممتازة نعمل جميلة جميلة مع فريقي ومع الشباب اللي معايا أنا متأكد إن شاء الله أننا ممكن نعمل مستوى وشغل عالي وكبير قوي في الأول بس أحب أشكر مصر بشي يقول المجهزة اللي كان موجودة لكده المسكتهدت وشتغلت وقدت النادي على مدار السنة اللي فاتد لكن التوفيق في فترة أخيرة ما كانش محليفهم فأنا بتنوم التوفيق يا رب في الفترة اللي جاية كده إن شاء الله فراح حفت طبعاً مجهزي كديد مستر كورونو راجل كرواتي يعني هو مش غريب عن المطالة العربية يشتغل بجلب السوادية وشغل في الإمارات فأتمنى إن شاء الله الفترة اللي جاية دي نقدي فيها بشكل كويس ونحاول نحاول نحاول إن شاء الله البطولات اللي احنا نخلق فيها ده من نرس دوري وعندنا بتروت أفريقيا إن شاء الله كده نحاول نقدي فيها بشكل كويس بسم الله جاية جديدة أكيد طبعاً جاي ولسه طبعاً أول يوم لي النهاردة فلسه نقعد مع بعض ونتكلم ونتكلم على الفترة اللي جاية تبقى ماشية إزاي تمنى إن شاء الله هو جاي بحماس كبير جداً وجاي بطموح كبير جداً أنه هو جاي برضو الراجل خد بطولات أبل كده مع دينامو زيغر في كرواتيا خد دوري مرتين فبالنسباله المنافسات والبطولات من يقريب عليه فراجل معاود أنه هو أخب بطولات يعني أتمنى إن شاء الله نروح اللي هو جاي بها دي اتنين اللعيبة إن شاء الله نقدر نقدي المرحلة اللي جاية بشكل كويس جداً أكيد إن شاء الله طبعاً يعني الراجل من أول اجتماع معي يعني ان طبعات جاية جداً اللعيبة مبسوطة وحتى الجهاز والاستوف فأنتمنى إن شاء الله من المرحلة تمشي والتوفيقهم معانا إن شاء الله وإن شاء الله نحقق طموحات النادي بإذن الفترة لجاء الراجل عمل أول اجتماع مع اللاعبين قال الخلاص إحنا أول حاجة إن احنا من أول جمهة اللعيبة إن احنا ديني بقى أبطال دي أول جمهة قال ألا اللعيبة إن هو خط بطولات في كرواتيا ومحتاج إن هو هنا برضو نحنا نكمل نفس الموضوع إن شاء الله نحنا نحاول نفس عرب طول التاوري إن احنا ماشيين فيها وبطولة أفريقيا بإذن الله ونحاول إن احنا ندي كل حاجة وتوفيق إنها يكون في صليحنا بإذن الله إن شاء الله تجربة بالنسبة لي مش جديدة علي كان سبق واشتغلت هنا في الندي بيرمز في موسم 20 وعد وعشرين وحققنا النتيبة كويسة جدا يمكن وصلنا في الموسم دوة القبل النهاي وكون الله نرجع تاني ده شرف ليا وشرف كبير قوي أتمنى السنة دي إن شاء الله نختم برطولة وخصوصا إن كل الإمكانيات متوفرة وأعتقد إن هي موجودة وهنبزل أكثر جهد اللي احنا نحقق بطولة إن شاء الله الصنة دي طبعا تقليل تحدي وتحدي كبير جدا إن شاء الله عندي إحساس كبير جدا بالتعاون بس للجهد مع التكاتف اللعيبة اللي موجودة اللعيبة كبيرة جدا على مستوى عالي جدا مع جهاز فني جديد محترم هيكون فيه روح جديدة أعتقد إن كل ده طيب أعوامل أساسية اللي إحنا إن شاء الله حق كويس السنة دي بيزينا عبدالله لعيف كبير جدا 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 وأكيد أكون مؤثر في أي حتة طبعا إحنا فقدنا عبدالله بس إحنا برضو عندنا مجموعة لعيفة هيلة جدا 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 كل التوفيق لي نادي بيرامدز ومديره الفني الجديد الفترة القادمة إن شاء الله زي ما قلت لكم الأردن مبارح عامة إنجاز عظيم جدا وصلت لنهاي كأس أسيا والله هيواجهها إن شاء الله المنتخب القطري اللي فاز اليوم كمان فيه إنجاز كبير جدا على المنتخب الإيراني في نصف نهاية الآخر فيه كأس أسيا الأردن وقطر في نهاية عربي خالص فيه كأس الأمم الأسيا الأردن لأول مرة في نهاية كأس أسيا تصريحات مهمة لنجم منتخب الأردن السابق مؤيد سليم لرقم عشرة حدث فيه عن تآهل الأردن التاريخي لنهاية كأس أمم أسيا نشوف ونرجع نكمل كلامنا منتخبنا الوطني قدم مستوى يعني كثير مميز قدم شيء من لمسة كرة القدم الأردني حط بصنة اليوم في قارة آسيا اليوم منتخبنا الوطني يعني أبدع أو أقنع وأمتع بكل تفاصيل المباراة الحمد لله رب العالمين اليوم إثبات الوجود إثبات الشخصية الهدف كان موجود اليوم الفكر عند اللاعبين الثقافة عند الكادر الفن والإداري اليوم شفنا شخصية كبيرة لمنتخبنا يعني كل الأمور اللي إحنا بنحكي فيها هاي ما أجت من فراغ اليوم فيه جهد كبير لللاعبين جهد كبير للكادر الفني والإداري جهد كبير لاتحادنا الأردن لكرة القدم اليوم الأردن كله بالتفحة المنتخبه اليوم حكومة وشعبا الكل اليوم بيأذر منتخبنا الوطني بكل تفاصيل الفوز يعني نحمد الله ونشكره على هاي النامة اليوم نحكي لللاعبين كنتوا أبطال في كل شيء كنتوا أبطال بكل تفاصيل كنتوا أبطال بالمبدأ كنتوا أبطال في أداءك وداخل الملعب اليوم المنتخب الأردني يحترم من خلال إثبات الوجود وإثبات الشخصية لجميع المنتخبات العربية والقرية والآسيوية اليوم ارتفاع أسهم منتخبنا الوطني بكل التفاصيل اليوم أثبت جدارته وأثبت حضوره في الملعب فهذا يدل على الانتماء والولاء والوفاء من اللاعبين وأكيد جماهيره اللي كانت ملتفة حواليه اليوم نعتقد أنه منتخبنا قادر ليحقق حلم كبير إن شاء الله بالمبرارة النهائية فمنبارك لجمهورنا ومنبارك لشعبنا ومنبارك لإداراتنا ومنبارك لكل اتحاداتنا كمان اتحادنا الأردني وهذه فرحة بصراحة فرحة عربية اليوم منتخب عربي بوصل لأول مرة يعني احنا كنا نحكي عن فوس تاريخي عن تأهل تاريخي لدور نصف النهاية أو دور الستعاش أو 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 لكن اليوم الحلم كبر صار عنا حلم كبير حلمنا أنه طموحنا كبر أنه إحنا إن شاء الله نفوز بكأس آسيا طموح كبير ومش بعيد علينا قادرين الشباب أكيد لكل إنجاز فيه خلينا نحكي إعدادات وفيه أمور كثيرة للفترة الحالية اللي إحنا فيها أعتقد بأنه فترة المنتخب بالفترة الأولى كانت فترة يعني فيها تعب كثير فيها إخفاغات كثيرة بالنسبة لل خلينا نحكي النتائج الكل ما كان متأمل أو الكل ما كان نفكر أنه منتخبنا الوطني راح يكون بها المستوهات وبهالأداء اللي موجود هذا الحمد لله إحنا ثقاتنا كانت موجودة بالفترة السابقة والحالية ما تغير شيء على منتخبنا لأنه إحنا بنعرف شو اللاعب الأردني بنعرف شو المنتخب الأردني وبنعرف شو أداء اللاعب الأردني والروح اللي هو فيها دائما يعني الكابتن الجوهري الله يرحمه كابتننا ويعني من الكباتن اللي الأردن كلها ما يعني نسيت فضله على كرة القدم الأردنية إن كان هو أو كان مع كادره الكبير الكابتن على نبيل الله يخلينا يا كمان وطول في عمره والكابتن فكر صالح يعني من الكباتن اللي أسمائهم دائما رناني في كرة القدم لما بتنذكر الفترة خلينا نحكي الذهبية للمنتخب الأردني بالألفين وأربعة واللي سبقت واللي بعديها واللي تلتها الكل بذكر الكابتن محمود الجوهري وكادره بالخير الكابتن محمود الجوهري من الكباتن اللي أسسوا لكرة القدم الأردنية وفي فترة الإنجازات الكبيرة اللي كانت موجودة أعتقد بأنه الكابتن محمود الجوهري الله يرحمه أبدع في كل تفاصيل مسيرته الكروية اللي كانت معنا يعلم بحضراتكم مرة أخرى شرفني ونورني في هذه الفقرة الزملاء الأعزاء الكابتن كريم زكري وصديق العزيز محمد جمال الكابتن كريم من أور الدنيا بنورك كريم وبسوط أن أنا معك من أور الدنيا ومع حبيب أخي يا جمال حبيب أكيم زي الفل الحمد لله كله زي الفل بسوط أن وجد طبعا كالعادة ومع كابتن كريم أكيد الحديث الحديث العايشين فيه هو تعيني الكابتن حسن وكابتن أبريم حسن لإدارة منتخب مصرية كيف هذا القرار يعني من زمن الزمن ما شفتش قرار صحي اتاخد زي القرار ده قرار مناسب التوقيت مناسب جدا لأول مرة أحس أن المسؤولين عن الكرة في مصر بيسمعوا رأي الجمهور وخلي بالك النغمة اللي طالعة ضد تعيني الكابتن حسن من الفترة الأخيرة لا ما ينفعش نسمع السوشال ميديا وما ينفعش ننفس قرارات معنا معلش النهاردة مش أخذ قرار لوحدي برضو ما فيه رأي جمهير جمهير دي مش مستفيدة حاجة والعكس ده جمهور منتخب مصر بيرح يدفع في المدرگات عشان يخش يتفرج على لعبتهم حتى بيدفع على هاوي بيدفع في كل مكان عشان يتبسط بيدفع روح وحماس وحب المنتخب وكل حاجة النهاردة لو كلمنا الوضع المادي لأ أنا خلاص مش حمل ومدرب أجنب تاني أنا مش حمل تجارب أنا مش حمل لدولارات أنا مش حمل حد يكتشف ولسه ابني جيل جديد وأه أنا عايزة ابني جيل جديد بس ابني جيل جديد بشخصية أنا بمدرب واقف على الخط أنا مبسوط أن فعلا الشعب المصري اتلمورة كابتن حسام يعني من مبارح الشعب المصري كله بنسبة تسعين في المية لا الناس كلها مبسوطة الناس كلها ملفوفة وراء لنا الكابتن حسام والكابتن إبراهيم من زمان ما شفتش دابع مدرب مستق منتخب مصر من بعد الكابتن حسن شحاته والكابتن محمود الجارة اللي يرحمه بكلمك بقى بصراحة لا عايزين مدرب عنده حمية على الخط عايزين مدرب يحس بالناس عايزين مدرب يوصل إحساس الناس دي للعيبة مهما كان اسمك مهما كان تاريخك احنا عايزين ده احنا عايزين نتبسط عايزين نحس إن فيه واحد مننا موجود على الخط وأنسب واحد اللي هو يكون موجود دلوقتي أنا ما بكلمكش في فنياته ما بكلمكش في تاكتك ما بكلمكش في أي حاجة من دي خالص أنا بكلمك في أسطورة أسطورة اسمها حسام حسن أسطورة اسمها إبراهيم حسن أحسن بكريك جيه في تاريخ مصر كلها الناس ده عملت تاريخ كبير جدا ما بكلمكش تدريبيا أنا بكلمك خدمت بلدها وخدمت المنتخب مشوار كبير جدا عندهم حب وانتماء وغيرة على المكان اللي هم فيه سواء نادي أو منتخب ما بشوفهاش في أي حد فاللي كان يمنع كل الفترات اللي فاتت دي أن أنا أبقى حقل تجارب وأنا أسف لأنا أقول حقل تجارب تجبتي في توريا النهاردة راجل ممسكش ولا منتخب قبل كده وبياخد رقم كبير جدا تبني أنا عايخته أو جبته المنتخب أو وديت له فرصة أو وديت له صلاحيات بني أنا عايخه كل الكلام ده فأنا شايف أن الكابتن حسن أنسب توقيت أنه هو يكون أقررت آخر لكن خلاص أنت لازم تسمع للناس لازم تحس بالناس كابتن حسن أنسب واحد في المكان ده في التوقيت ده عاصم طيب أنت برضو هسألك على حسن حسن بس أنت السؤالك مختلف شقا احنا كنا مع بعض قبل تعيين بيوم طيب وقلت لي أنه لو مدرب مصر اللي هيتم تعيينه فما فيش غير الكابتن حسن حسن صح صح ليه قلت كده كان عندي مشكلة مع قصة تعيين مدرب محلي من الأساس لأنه أنت فترة تفركش أو عايز حد يلم لكن مشكلة المدرب المحلي دون الكابتن حسن حط الكابتن حسن ما تكلم عليه لوحده مشكلة المدرب المحلي أنه حتى قصة التأثر بالجماهير اللي بتكلم عليها كابتن كريم هيتأثر ببعا المدرب المحلي أكثر من مدرب الأجنبي وبالتالي أنت عندك مشاكل فنية موجودة مشاكل علاقة بالشكل اللي أنت بتلعب به مشاكل علاقة بالتاكتك اللي بيحصل مشاكل علاقة بالشكل اللي بيقدي بيه اللعبة بعد ما يقودوا يحفظوا فطلات طويلة جدا مشاكل لها علاقة برغبة الجماهير انك تلعب كرة شكلها عامل ازاي والقماشة عندك عاملة ازاي فانا مديش حلاقة انا كجمهور عايش في كرة حلوة في الملعب وعايز اكسب وعايز كل حاجة طموح مشروع لكن في النهاية يفتقد للواقعية الواقعية مرتبطة بالشكل اللي احنا كنا عليه مع كيروش او مع كوبر او 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 قدرنا نعمل نتاج لان عندنا مشاكل في جزء من القماشة بشهقول القماشة بالكامل طيب سيبنا ده وقلنا خلاص احنا هنجيب مدرب محلي لما اجي اتكلم على مدرب محلي فانا بتكلم على عنصر خبرات الراجل بدرب بقلو 16 سنة اشتغل منتخبات اشتغل مع المنتخب الاردن وكان قريب جدا جدا من هو يا صلى الله كاسعالم حظوا نواصطة دم بتجيلي الزهب الارجوي كتورة صعبة جدا طبعا على الاردن قدم شكل لفرق كتير كانت عندها مشاكل كتير في وقت من الاوقات بسكوادز خاصة تجربته الطويلة مع النادي المصري قدم شكل ممتاز بعدد من اللعيبة جزء منهم مكتش حد يارف عنه حاجة جزء منهم كان لعيبة برا خدمة ورجعهم الخدمة تاني جزء منهم لعيبة صغيرة هو اللي طلعها فانت قدرت تشتغل على مشروعكة الامكانيات في قليلة في نادي جماهيري وقدرت تنجح ده ينقلك لفين كل ده ما تكلمتكش بقى خالص على قصة الروح ولا على قصة الحماس ولا للشغل ولا ان هو بايكون ولا اسم كبير واللعيبة في الاخر برضو زي التجربة ومش هقارل لانه جيل كان مختلف مع كابتن حسن شحاتا لكن نفس النمط كابتن حسن شحاتا اسم كبير كلعيب وكانت تجربته كلها خمس ست سنين تدريب فيما يتعلق بانه كان بياخد فرقة من تحت طلعها دوره ممتاز قبل ما يمسك الجيل الذهبي وكان في البداية الناس كان بتتكلم على انه شكوك في تولي كابتن حسن شحاتا وان الكابتن حسن هينجح ولا مش هينجح وهتبقى فترة مؤقتة ولا كامل ولا انت هتكمل بعد كلا العقد فتعيين كابتن حسن حسن بما انه قبلها كان فيه قرار بينه او مدرب محلي مليون في المية قرار صائب لانه احيانا ناس كتيرة كريمة بتيجي في بعض الاحيان يجيب لك فيديو لفلاني لفلاني مدرب اجنبي او محلي او اي من الاسم الكبيرة قوي ويجيب لك كواليس قط اللبس وبص كان بيحمس اللعيبة ازاي بص في نوع مبسوطين او بالكلام الناس كلها عبتوا مبسوطة بص كان بيحمس اللعيبة ازاي بص كان بلوم بص شدهم بين الشوطين ازاي بص عمل ايه حاجات اللي بتطلع بعد المباريات وبعد البطولات للكواليس دي عندي حد بيقدر يعمل ده ومش حد بيعمل ده علشان يخلي اللعيبة تعمل كده هو كده هو طبيعته كده هو شخصيته كده هو بني ادم ما بيحبش يخسر وطول الوقت عنده غيرة على المكان تخلقه كده فهل بقى هنا انا روحت لأي جزء فني لا ليه لانه انا محتاج اشوف بقى الخبرة اللي هي عن مدار 16 سنة والاشتياق لانه ياخد التجربة دي يترجموا عندي في الملعب في شكل خطتي فانا لن اكتفي ابدا ابدا بالجزء بكل الايجابيات اللي انا قلتها دي يبقى بالنسبة لي المعيار هو الشكل والمردود في الملعب شكل فني مش بتكلم على مردود لعيبة بتجري بتكلم على شكل فني في الملعب لانه امامه مهمة صعبة جدا والناس ما تستسلش الامور ويبقى يوم 3-6 أو 2-6 يوم فاصل ومهم جدا مش عزي حطه ضغوط عليه مش عزي حطه ضغوط على كابتن حسين من دلوقتي لكن يوم فاصل يعيخلي التجربة تكتمل والامور تمشي بشكل جيد فلازم يحضر لليوم ده بشكل جيد مغارب بوركينا فاصل منافسة الابرز دينا في تصفيرات كأس العالم مش هنا بشكل ممتاز وكسبنا بوركينا والامور ماشية في النمط الطبيعي بتاعها هتلاقي كابتن حسين موجود وان شاء الله هيبقى موجود معنا في كأس العالم والامور تمشي بشكل جيد هكمل حاجة بس على كلام جمال ان دايما مش قصد حد لأ انا بتكلم على منتخب بصر كل بكل اسمائق ان كنت دايما تحس ان فيه 2-3 جون اه وارد او مطلوب ان انت يكون عندك نجم معروف عالميا او حتى مش صراح بس حتى مصطفى محمد حتى اللعبة المحلية اللي في مصر النجوم كبيرة جدا لأ انا محبهاش ابدا انا حب النجم هو الفريق دي مش هتحصل الا مع الكابتن حسين حسين وده انا متأكد منها طيب احكمل معاك الجزئية دي بس اعايز كمان اتكلم معاكو في نقطة مهمة جدا حسين حسين اه كابتن بقيم حسين اه اتخدوا من نادي مودن فيوتشل لمنتخب مصر والموضوع مش بشكل سالس جدا لدرجة ان احنا ما حسناش اصلا ان كان في حكاية عادة الناس بتتصور انه ده طبيعي يعني انه المفروض انه مدرب موجود في نادي فعشان المنتخب طلبه فيسيب لا اكيد في عقد وفي اتفاقات وفي مشروع عند النادي دوت وبيفكر في المستقبل فلو اتخد مني حد اكيد هيحصل لي مشكلة فممكن اقول لا يعني مثلا لو انت رايح تجيب المدرب بتاع المنتخب ده من نادي برا مصر ممكن النادي ده بسهولة جدا يقولك لا مش هتاخد المدرب ده من منتخب مصر عادي جدا حتى لو يعني المدرب ده انت محتاجه بكرة يعني او مضطر له نادي مودن فيوتشل بصراحة ما عملش كده والاجمل بقى انه هما بعد ما الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن راحوا منتخب مصر بيطلعوا بيان وبيهنوهم وبيقيدوا جدا فكرة انه هما راحوا لي منتخب مصر ده البيان بص جمال البيان يتوجه مجلس ادارة نادي مودن فيوتشل برئاسة الدكتور وليد دعبس بالتهنئة والتقدير الكامل للكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الاول والكابتن ابراهيم حسن مدير الكرة لاختيارهم لتولي المسئولية الفنية لمنتخب مصر الاول ويضع نادي مودن فيوتشل المصلحة العليا للوطن اولا وعلى الرغم من وضع استراتيجية خاصة للفريق الاول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة ووجود العديد من الارتباطات المحلية والقرية الهمة بعد ايام قريرة لكن المصلحة العليا للوطن دائما تأتي في المرتبة الاولى ونتمنى للكرة المصرية كاملة التوفيق خلال المرحلة المقبلة معايا عبر الهاتف الان الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس ادارة نادي مودن فيوتشل يا فندم مشرف ومنور سعداء جدا بتواجد حرارك معنا دكتور وليد البيان محترم جدا وموقف مودن فيوتشل لازم يقدر ولازم كمان نواجه لحضرتك ولمجلس الادارة كل التحية فيما يخص حسام حسن وابراهيم حسن الله يخليك بس هي انا عايزة ابارك برضو تاني ابارك لحسام حسن وابارك لابراهيم حسن وابارك لهم كمان كبات كبار ونجوم كبار ونبارك لمنتخب مصر ان شاء الله ودي مهمة اوي منتخب مصر النهاردة احنا نتمنى عودة الروح الجماعية في المنتخب الروح العيلة كده احنا شايفين ان كابتل حسن حسن ان شاء الله هيقدر يرجع الروح الجميلة دي وعايزة اقولك ان اي حد في مكانة موضن فيوتشل لازم هيتصرف كده محدش هيقدر يتصرف غير بكل الشياكة والاحترام احنا بنتكلم على منتخب مصر منتخب مصر ده حاجة كبيرة اوصى حلم حلم للكل يعني احنا نشتنا نشوف منتخب مصر ده في كافة العالم ان شاء الله نشتنا نشوفه يحرص افريقيا ده امر طبيعي جدا حتى لو كان ده هيعمل مشاكل مؤقتة في النادي او في الاجهزة عندنا ولكن اه بتعدي لما الحاجة اللي مش هتعدي لما هتبقى منتخب مصر لما جالك التليفون من الكابتن حسامة او من الكابتن ابراهيم احنا عندنا عرض من منتخب مصر فكرت اه قلت طب احنا كده هتعملونا مشكلة طب احنا كده احنا كنا مكونين افكار في وجودكم لما هتمشوا من الفرقة دلوقتي ممكن احسن مشكلة ولا كان قرارك بالموافقة كان قرار سريع بص الموضوع كله كان في منتهى الشياكة مش بس كابتن حسام ولا كابتن ابراهيم البداية كانت مع اتحاد الكورة اتحاد الكورة يعني كابتن او السؤال عمال علام يعني ابتدى بالاستئزان ان هو يضم طبعا نجمين الكبار ان هما يضربوا منتخب مصر ويضربوا المدير الفني والمدير الكورة فكانت اللقطة لطيفة ومحترمة وخلي بالك ان حسام حسن وابراهيم حسن ده حلم من احلامهم انتخب مصر ده كان حلم من كابتن حسام حسن فالنقارضة انت توريني ان الحلم ده اكيد حلمنا كلنا ان احنا نشوف انتخب مصر في احسن مكانة الجماهير مصر تبقى سعيدة ده حلم لكل حضرتك وانا وكل الناس صحيح صحيح طيب دكتور وليد هستغل وجود حضرتك معايا واسألك على مودرن فيوتشر ده اتحدث هنا في رقم 10 في البرنامج ان مودرن فيوتشر مشروع اتبنى بشكل سليم ومستمر بشكل سليم ومستمر بشكل اروع شفنا حتى الموسم ده حتى لو كان فيه بعض الاستغناءات عن بعض الاعمال اتحدى الرئيسية للفريق ولكن الفريق وكأنه فريق اتولد كبير يعني واقف على رجله ما فيش مشاكل كبيرة النتائج لحد كبير معقولة جدا انتو بتفكروا ازاي في المستقبل القريب والبعيد بالنسبة النادي مودرن فيوتشر بص انا عايزة يعني اربط الكلام يمكن اسمها تحتة من كلامك فضل اللي هو مفيش حاجة اسمها نجاح فريق كورة في مصر هو شوف انت اول الكلمة بقولك ايه فريق كورة يعني عمل جماعي صحيح العمل الجماعي ده لو ما كانش يكون عندك فرقة كلها عارفة ان هم هم كلهم نجوم ولكن انت عايز يمشي رقم 10 في كذا واحد رقم 10 يقدر يقوم بالمهمة ويقدر ان هو يكمل انا عايزة اقول لحضرتك مصر مليانة مليانة مهارات يعني مش عاوزة انصف لك انزل بس واخبط كده في المحافظات وادخل في مركز الشباب وتفرق ودي شايف مشروع زي كابيتانا او بتاع ظهر كمية مهارات والعيدة عامة ازاي صحيح يعني انت النهاردة بس لحد يهتم يعني انما الناس تبتلي تهتم وتشوف لا فيه طبعا وكلها حاجة موجودة التسعة وعشرين ده يبقى كده مفيش مستقبل ليه هاي لازم اهتمل قطاع الناشئين اهتمام شديد لازم المدرب اللي يجي زي كابتين تامر هيبقى عينه على الفريق اللي بعده الفين وستة هو الفين وخمسة وهكذا وهي دي بقى سنة الكرة وسنة الحياة فاني لو عايز تعمل تقدم وتعمل فرق مضبوطة لازم تبصوا من ناحية دي لا تبضلش باصل لانك تجيب احسن ناس في السوق وخلاص لا ما يبقى عسل انا سعيد جدا حالك تكلمت كمان عن قطاع الناشئين عشان دايما وابدا نتجاهل ربما عندونا قصد فكرة انه قطاعات الناشئين دي هي الاهم هي البنى الحقيقي وانت بتقول لي كمان ان مدن فيوتشر شغالين على قطاعات الناشئين بشكل جيد مش بس حضرتك انت لو خدت بالك كمان احنا حتى في الصفقتين مع الاهل والزمالك احنا اهتمينا ان احنا ناخد ناشئين اهتمينا ان احنا ناخد ناس لسه طالع شباب جديد في المصدين احنا خلي بالك الشباب دي هتلعب عندنا وان شاء الله هيبقى لهم دور وهيبقى وهيلمعه هو هتشوف ان هما هيلمعه لان هما لعيبة كويسين ويعني اللي من هنا واللي من هنا واللي من برا مصر لعيبة المتميزين مثل عايزين يلعبهم لان مغير اللعب ومش هنقدر نطلحهم للمنتخب ولا نقدر فده هيكيد المنتخب وهيكيد البلد وهيكيد اللعيبة يا حاجة حلوة صحيح حاجة حلوة وهيكيد النادي في الاخر وهنشوف بقى خلي بالك الارقام الفلكية اللي بقيت بتتدفع في لعيبة وانتقالات وهمية كلها حاجات وهمية كلها ما تسواش الارقام دي عايزين نحاق بقى منظومة جديدة كده ويبقى فيه بروتوكول تعاون بين الانبياء وبعضها عشان نحد من السوق الوحمي اللي موجود اللي بيستخدمونه كلاء للضغط على الاندية بقى ده يعني ان شاء الله في الفضل بالمناسبة دكتور وليد لو جالك بكرة مثلا لأحد اللاعبين في الفريق عرض من أحد الاندية في أوروبا انت هتقيس بين الرقم اللي جايلك من النادي اللي في أوروبا والنادي اللي في مصر يعني او العرض برضو من نادي آخر في مصر هتقيس ولا هتسيبه يطلع في أوروبا عشان دايما بسأل رؤساء الاندية والمسؤولين عن الاندية عن هذا الامر عشان دايما يلاموا رؤساء الاندية في كل مصر انه هما بيسيبوش اللعيبة تطلع ليا الاحتراف الأوروبي بسأل عايز اقولك حاجة حتة الاحتراف اللي في أوروبا ده دي حاجة مهمة جدا وانت ظن شفت كل مدرب أجنبي بيجي مصري ضرب المنتخب كان بيعمل ايه بياخد اللعيبة المحترفين في الخارج دول أساس لاعبه وأساس كلامه لأن هما انت عارف اللاعب المصري لما بيتحط في السيستم الأجنبي بيختلف لما بتسيبه في السيستم المصري بتشوف النوعية المصرية العادية في اللاعب فاحنا النهاردة لا احنا عايزين نطور والله النهاردة جالي عورود للعب ان هو يلعب بره مصري لا نسيبه هيحصل ايه وانا النهاردة ده في الآخر هيجيب لي اولا عايد ممكن العايد ده ما يبقاش العايد المطلوب ولكن في الآخر هو هيعود على البلد كمان واللعب ده ان ان شاء الله يبقى حد معروف اولا ده كابتن محمد صلاح اللي احنا بنتفخر به كلنا كلنا صح ولا غلط طبعا في حد زي محمد صلاح حصلت في مصر ما حصلش صحيح قاله محمد صلاح ده كان برضو مش برضو فيه فكرة عمله وراح الاول مادي فين الاول وبعدين نقله ترى يتشاف فيه شاشة اوروبية مهم ترى ده انت تشاف صحيح لما ما فيش لعب هيطلع من مصر دايريكت على مثلا برشلونة مش هيحصل صحيح مش هيحصل الكلام ايوه الا بقى بعد وقت طويل وعليك خير ان شاء الله عارف الجملة الشعيرة دكتور وليد دايما بسمعها اللي هي عرض ياليك بالنادي وعليك باللاعب والعرض اللي بقى لك بالنادي ده ممكن يبقى نادي مثلا يعني في السويسرا يعني مفيش مشكلة مش لازم يبقى ريال مديد او برشلونة مظبوط ولا انا كلامي غلط لا بصوة عرض ياليك بالنادي دي مهمة ان ما يكونش فيه ألعاب انت فهمه مصري المية في المية مفهوم طبعا لا انت خلي بالك اصلي المشكلة ان انت لو وفقت على موضوع ان اي عرض اتوافق عليه هيبقى مشكلة تانية لانك انت فيه كمية العاد بتتم من الوكلاء غير طبعية وتلاقي اللاعب ده تلاقي النحية دي وبقى محطة عشان يروح حتة تانية وتلاقي رجع مصر تاني قدام عينك فبالتالي لا انت لو بتدور فعلا على ان يبقى فيه احتراف انا بقولك الامانة الاندية لازم تتعامل مع بعض بالاحترام الاول الاندية كلها لما هتتعامل مع بعض باحترام ويبقى فيه تنخيط ما بينهم في الصفقات وزي ما حصل مثلا بيننا وبين الاهلي قبل ما يبقى فيه كلام مع لاعب عمر كمال كان الادارة الاهلي بكل احترام بتتعامل معنا وبتتكلم معنا وبتدي فرصة ان احنا هنتكلم مع اللاعب كمان ومن موافقين هنا فيه حتة احترام اما جينا تعملنا في الفترة الاخيرة مع الزمانة برضو كان فيه كل احترام فانت عايز كلا انت عايز عشان تقدر تمسك السوق ده مضبوط وتبقى القيمة الحقيقية لللاعب موجودة انما برا مصر لا يريد طبعا يريد ان احنا تخلي الولاد السؤالين دي تحترف برا تحتك برا ويبقى عندهم من الخضرات هيعودوا للمنتخب التاني احلى حاجة ان شاء الله دكتور وليد دعبس رئيس مجلس ادارة نادي مودرن فيوتش بشكر حلوك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة احبا مداخلات العقلة دي المداخلات اللي فيها 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 مسؤول في كرة القدم المصرية بقى مسؤول فاهم وعارف ما يحدث في كرة القدم المصرية ومشاكلها وزي هو كمان بما يقوله رئيس نادي يا تلفاء يعني كلام كلام محترم كلام عقلاني وانا من نوعية البشر اللي بتحب بتحكيم العقل دايما ما بحبش الترند ما بحبش الكلام الخزعبالي الراجل بتكلم بمنتهى الموضعية لازم الاحترام يكون متبادل رد عليك رد كويس جدا في حتة العرض اللي بيليه باسم النادي قال لك يا الفكرة مش بيليه باسم النادي يا فكرة الوكلة لان لو جينا بصينا لسبب الاسعار اللي احنا بنسمحها دي جمال او الارقام الفلكية اللي الدكتورة دي تتكلم عنها هتلاقي في الاول اخر لعبة وكلة حتى المداربين اللي بتتقل من نادي النادي هتلاقي برضو لعبة وكلة فانا شايف ان فيه حاجات كويسة في الساحة في الفترة الاخيرة وخصوصا من الزمالك وخصوصا من الاهلي وخصوصا من النادي المصري فيه حاجات كويسة بتتعمل تحس ان امور بقت هادية شوية في احترام متبادل ما بين كل الاندية الحاجة الاهم اللي انا عايز اتكلم عنها ان انت لازم يعني مش شرط اللي بيلعب فريق اول عشان يتشاف ونقول بقى ايه يجيلوا عرض مناسب او لا احنا ليه من بدري كل نادي يعني عجبنا نادي زلد بالتوقامة اللي عملها مثلا مع اسطونفيل يعني ايا كان اللي حصل ايه بس النهاردة لأ فيه كونتاكت ما بينك وما بين نادي في الدور الانجليز فالنهاردة ايه اللي يمنع ان انا طلع ناشئ موريد 2007 و2004 و2003 و2009 ان هو يحترف برا ان هو يعمل فترة معايشة احنا زي ما احنا بندور على المدربين دي حكاية كبيرة شوية ممكن نبقى نفرد لها قصة كبيرة بس عشان نادي في اوروبا بياخد لاعب صغير في مصر هده اللي انت تقول داوت ممكن يحصل في حالات خاصة جدا وندرة جدا لازم الانديه بقى بتاعتنا اللي في الدرجة الاولى تتعلم انها هتطلع لعيبة تلعب في الفريق الاول عندها 17 و18 سنة لما الانديه بقى في انجلترا ولا في اوروبا هيشوفو بيلعب في الفريق الاول هيشوفو بعنيهم وبيلعب في المباراة مش يشوفوه في معايشة المعايشات دي ممكن تحصل استثناءا يبقى واحد الواضح ان هو مهوب قوي فانا اخطفو بس دي استثناءا وما بلغش في الرقم اللي انا ببعته لو توافق انه هيتطلع دي مشي القعد انا نسيت انا نسيت يعني بس سريعا كده انا نسيت الناشئين في مصر هو مين ناشئ في مصر بيطلع انا نسيت والله انا بشوف اللعب مش من المكان الفلاني راح حتة اكبر فهمش من حتة الاكبر دي فهينزل سنة فسنه كبر شوية فهينزل فهينزل على النادي بيسرع على الهبوط والموضوع ماش كده بالمناسبة بمناسبة مودر نفيوتشر النهاردة تم الاعلان عن الكابتين تامر مصطفى مديرا فنان للفري رايك في عزي القاته بالنسبة النادي مودرن وبالنسبة ايضا للكابتين تامر النادي مودر نفيوتشر غير جلده تماما بعد الشكل بتاع الموسم الماضي اول موسم ليه في الدور الممتاز تعاقد مع صفقات كبيرة صرف كتير جدا جدا ده شوية اخل بالميزانية بتاعت النادي عمل ريسايكلينغ غير غير اسم النادي ابتالى الشكل والفورمات نفسه بتاع مودر نفيوتشر بقى مختلف عمل تجربة جديدة دكتور وعليد يعبس مع هايسا معرابي كابتن علاء مايهوب عملوا تجربة جديدة بجيبتروا يعملوا سكاوتينج بجيبتروا يشتغلوا على شباب صغارين حتى الاجانب اللي عندهم اللي جايين معاهم في الفريق في التوقيت الحالة يا كريم جايين العبكة قوي صغيرة يعني يا درامان وغير 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 وكل اللي هيا帶 صغيرين واللعيب الكاميروني لسه جايبينه لعيبة صغيرة في السن علشان يبتدي يخش في عملية sized stradler ان انا عايزة استثمر 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 حقيقي مش ان انا بروح ادفع plentyمليون جنيه علشان في الاخر بيع Football بيعيب 30 مليون جنيه ده مش استثمر الاستثمر بعدنا ان انا بقي invested في لعيبها الصغيرة وبتدي عمل ده كابتن تامر مصطفى هو واحد من أفضل المدربين في مصر الموسم اللي فاته والموسم الحالي واحد من المدربين اللي كانوا جايين من الضل تماما وخد تجربة صعبة جدا جدا في فريق امبي اللي كان بتالي رشد نفقاته ويعتمد فقط على الناشئين ونفس الفكرة اختيار موفق جدا جدا إذا كان هيمشي على النمط بالتصريح بتاع دكتور وليد دعبس لما تكلم وقال إحنا مركزين على قاعدة الناشئين عايزين نعمل عملية خفض المعدل للأعمار ما فيش حد غيره كان ينفع ليه؟ هو لما حصل ترشيد النفقات في امبي اللي كان بيحصل 3-4 لعيبة لعيبة كبار شوية في السن 28-29-30 وجايب 6-7 لعبين كلهم من القطاع بيلعب ورقلهم في الملعب من قطاع ناشئين امبي بختلف عن فيوتر لكن هو خطوة على الطريق ما كانش حد ينفع للفكرة اللي بيتكلم فيها دي وقدر انه ينجح بيها بقى بروفن انه نجح بمجموعة من الشباب والصغيرين غير كابتن تامل مصطفى وحيوا مع الاختيار طبعا حيث اكاملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل نواصل خليكم معنا يعلم بحضراتكم مرة اخرى استفشرفني من واني كابتن كريم زكري والصديق العسيدة محمد جمال محرقة معاشرة كابتن كريم اريد اسألك بقى على كابتن حسام حسن فنيا يعني دائما وابدا لما كابتن حسام حسن اسمه بيتذكر يتقالك يهيه الروح والحماس والجرنتا بسرحاش بياخد باله انه الراجل ده فنيا كمان جامد جدا صحيح فنيا بقى بتشوف كابتن حسام حسن خلينا الاول نتكلم عن الروح والجرنتا ويمكن انا وجمالكو لنا بنتكلم ان الناس مفكرها ممكن تضر لا هي في بعض الاحيان الاسترس اللي بيعمل المدرب والحماس ده ممكن يأثر بالاجابة على العيب يعني مثلا في فترتهم عن نادل مصري في بداية النادل مصري وتولد كابتن حسام حسن كان كل اللعبة صغيرة كان كل اللعبة مغبورة الاسترس اللي كان عامله عليهم ولد ده تاكتكيا دخل الملعب لا اراضيا للعيب ونفس فكرة كابتن حسام يعني ببساطة جدا كابتن حسام عايز ال 11 بحرس المرمى يعني انا لعبت مع كابتن حسام لعبنا زمانينا بعض في الملعب كابتن براهيم طبعا واتمرنت معاه فانعارف الفكرة انا بكلمك عنه فكرة بسيط جدا ان هو عايز اكبر عدد من اللعيبة هجوميا يكون دخل 18 خصم في حالة فقدان الكرة لازم ال 11 يكونوا تحت الكرة كابتن حسام بيطبق نظرية يمكن الناس بدأت تتكلم عنها دلوقتي لكن هو من زمن الزمن بعملها ان اول واحد بيفقد الكرة هو اول مدفع للفريق ده في بعض الاحيان ما كانش موجود في مدربين الكرة في مصر وما كانش بتقال كابتن حسام دايما عايز العيب اللي بتقطع منه الكرة هو لازم تحت الكرة دايما هتلاقي بلعب 4-3-3-4-2-3-1 دايما بيميل لها اكتر 4-2-3-1 دايما هتلاقي موجود في بليميكرا في منتخب مصر بيحرك الفرقة وده دايما لكنا مفتقدينه منتخب مصر اسم كبير اسم يستاهل ولعبته كمان يعني كلمة منتخب مصر وبتكلم على الأسماء كمان اسمك تستاهل اللي انت تهاجم بيه اسألك سؤال بما انك انت لعبت معاه واتدربت معاه كمان يلا تعال لعبتن حسام والكابتن إبراهيم يقول لك لا دا اللعيبة اللي بتدرب تحت ايد حسام حسن دي بتعاني في فكرة اللي بعصبي طول الوقت انه بيزعع طول الوقت انه بيهاجم اللعيبة طول الوقت اللعيبة بتبقاش مستحملة لضغوط اللي بيعملها الكابتن حسام حسن انت بقى زي بيونك شاهد عيان على الكصة دي ايه قول بقى اقول لك موقف قول موقف مؤمن زكريا ربنا نشفيها يا رب و بنلعب النادي الاهلي و خسرين واحد سفر والله انا ساعتا كنت احتياطي مش اساسي كمان يعني فانا واقف جنبهم مسامة قال له يا مؤمن انا مش عايزك ترجع تدفع في لعبة نص ملعب بتدفع لك اثبت هنا والكرة لما تجيلك حطها ببطن رجلك بس كده و ما تتعصبش والله الكرة اللي بعدها مؤمن عمل اللي قاله الكابتن حسام وجاب جون جاب جونين المطش ده كمان شوف بتواصل والمطش شغال ندهله كان في حد يوقع راح ندهر على الخط و انا كنت ساعتا بسخن وجاب الكابتن حسام بالصوت فور فسمعت الموقف ده بعدها خلي بالك العامل النفسي مهم جدا لعب الكرة انت ممكن تكون مدرب عالمي و انا و جمالكنا بنتكلم في النقطة دي او الجزئة دي و احنا قاعدين قبل نطلع هوا ان انت ممكن تكون مدرب عالمي و بتعمل وحدة تدريبية هيلة بس بتيجي ساعة المطش الامر بتهرب منها بتغايل غلط مش عارف توصل اللي جواك للعيبة الضغوط اللي بعملها الكابتن حسام بيعملها عشان الروح و عشان الاسرار و عشان المكسب فدايما دا يديك مؤشر حاجة واحدة بس ان رجل دا بيحب المكسب فانت عايز تكسب فانت اكيد هتزيد بأكبر احنا قلنا كابتن حسام جامد على مصور الروح والحماس مفيش خلاف علاقة بقى باللعيبة بتبقى عاملة ازاي لا علاقة كويسة جدا علاقة كويسة لو انت هتستحمل الضغوط مش هتستحمل الضغوط مش هتنفع تبقى معايا و انت بتكرار على المتخب مصر فالطبيعة تستحمل اي ضغوط و خصوصا لما يكون قسطورة زي كابتن حسام حسان الضغوط اللي بيحطها على اللعيبة دي لو انت نفستها بالحرف الواحد لا انت هتبقى في حتة تانية خالص لكن مش هتقدر تستحمل الضغوط دي لا مش هتقدر تكمل و ده اللي انا عايزه في منتخب مصر هتقدر تستحمل ضغوط المدرب بتاعك قبل ضغوط الجماهير فدايما هتلاقي الضغوط دي كلها لصالح ان انت عايز تبقى في المقدمة ان انت عايز دايما تكسب ان انت دايما عايز تهاجم عشان كي بقولك هيبقى في زيادة عددية هتحس ان المتخب مصر فعلا بيهاجم مقدرش اوعدك بكورة تستمتع بيها اوي لان الكواليت بتاع اللعيبة اه كويس لكن الهدف من اللي انا بقوله ان انا دايما في الفترات اللي فاتت دي كلها و كنت بعاني منه ككريم زكري شخصيا ان كل المدربين حتى فيتوريا في الماتشات اللي وديها بيهاجم اول ما جينا في الرسمي جاب جول وبعكها بفضل يدافع والماتشات كلها كان بيدافع قال لما بعمل التغييرة بلعب بتنروس حرب لكن النهاردة لما يبقى عندك مدرب و دايما انت على الف ضغط الخصم اللي قدامك فرصة ملعبه ارض ما ان انت قدر تجيب هدف و اتنين و اتلاتة تب الروح الكتالية والحماس والضغوط اللي انت بتتكلم عنها دي هي دي اللي هتكبر اللعيبة مجرد فقدان الكرة ال 11 ريبقى تحت الكرة بالزبط عظيم جدا طيب السؤال بسيوها اخرى بقى لك يا جبال السوشال ميديا بدأت تتكلم حتى لو بهزار يعني يقول لك ايه جريندو هيلعب و محمد صراح مش هيلعب عاملو موسى هيلعب و محمد النيني مش هيلعب توقع اسمع لعب تلعب المصر دي اللعيبة اللي بيطلعها اللعيبة اللي كانوا يفلو مع خط اللعيبة اللي كان بيعتمد عليها الكابتل حسام حسن مثلا يعني ده الهزار ولعيبة محترمة طبعا طبعا بس اصد انه مين بقى اللعيبة اللي انت شايفها هتبقى مثلا في قايمة كابتل حسام حسن اللي جاية التشكيلة اللي ممكن اللعيبة اللي تعجب الكابتل حسام حسن وتتناسب مع اسلوبه خلينا اقول لك الاول كابتل حسام حسن هو راجل اشتغل عنده مسيرة تدريبية ستشخص انا اشتغل في عنده كتير اشتغل مع منتخب الاردن اكبر فترتين اشتغل فيه منادي المصر ومنادي اتحاد سكندري وكان ليه فترة طويلة برضه باقرابة الموسم مع نادي الزمالك موسم مشوية الطريقة اللي بيشتغل بها الراجل 4-2-3-1 هي المسيطرة في غالب الامور اشتغل كمان بـ 4-3-3 واشتغل بـ 3-4-3 في بعض المباريات حسب وراء يعني في احد مباريته في فترة تجربته مع النادي المصري فترة الاخيرة ليه مع النادي المصري لعب 3-4-3 قدام النادي الاهلي وتعادل 0-0 اوزوني لعب فترة مع الاتحاد كمان بـ 3 مضافئين ولاتحاد لعب فترة وضافئين فهو لما بيلاع عنده مشاكل عنده مرونة تكتكان وغاية ولكن هنروح للدومننت ولبتيجي تشوف اي مدير فني جاي يمسك نادي او يمسك منتخب انت بتروح ليه في الغالب الاجمالي كان اكبر عدد من الوبراب يخوف بقاني بطريقة بـ 4-2-3-1 طيب 4-2-3-1 تصبه في مصلحة مين تصبه في مصلحة اي بليميكر لانه عايز بليميكر عايز لعيب هو الوسطة اللي في الملعب طيب الوسطة اللي في الملعب ده الرجل اللي بيشغل الفرقة ده الرجل اللي الطابع بتاعه بيقع هجومي في الغالب ليه بخط وسط في هجومي في الغالب تروح لمين وهو ما بينك وصين اي العيب هقولك اسمه سواء بقى عن طريق معلومة أو عن طريق تصريح كابتل حسام مقتنع بيه لانه ما بحبش كلمة بيحب وبيقر مقتنع بيه مقتنع بيه فلعيب زي أفشا ولعيب زي محمد إبراهيم أفشا ومحمد إبراهيم البروفايل ده تستبعتش أبدا ان في التجمع واللي جاي تلاقيه وجود في منتخب مصر مين تاني كان بره الصورة تماما الفترة اللي فاتت وهتلاقيه موجود محمد عوات محمد عوات كابتن حسام مؤمن بيه جدا مؤمن انه حارس يستحق انه كان يتواجد في منتخب مصر على مدار السنتين ثلاثة اللي فاتوا رقم ثلاثة محمد شكري كابتن حسام عنده قناعة كبيرة جدا 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 بيه لعب طبعا سراميكا اللي كان موجود فيه النادي الأهلي ماشي بشكل ممتاز وكان قريب جدا من النادي المتخب في الفترات الأخيرة محمد هاني محمد هاني طول ما هو سليم وبيلعب مع النادي الأهلي هو الظاهر الأيمن الأساسي لمنتخب مصر دي قناعة كابتن حسام حسن انه أفضل ظاهير أيمن في مصر بيفار عن أحد هو محمد هاني فيش خلاف على أحمد حجازي ومحمد هاني مش شايف أنه ملعب أكبر برغم تحفظه على بعض النقاط يعني مروان إمام ذكرت لك كمان أفشا زيزو كابتن حسام شايف أن يزيزو في حتة تانية خالص شايف أن يزيزو ما ينفعش يلعب في أي حتة في الملعب جل في مكانه يلعب في الوينج رايت وهي هتقابله هنا الأزمة الأزمة بس كنت تتكلم عليها أنه محمد صلاح وهعلق حاجة بس بعد وقول الجملة دي على قصة محمد صلاح وأخيرا اللعيب بقى اللي بره المنتخب بقى له فترة طويلة جدا حصل له ضروب هو نفسه وأنا بقول لك اللعيب ده تحديدا أنا بتوقع انفجاره مع منتخب مصر وهيكون موجود في أول تجمع ويرجع يلعب بس يرجع يلعب مش يرجع تقلق يرجع يلعب رمضان صباح كابتن حسام حسن شايف أن أفضل جناح في الكرة المصرية في السنوات الأخيرة ما هيرجع وهيشترك مع بيرامدز ويشتغل بخاصة أن بيرامدز أعلى أنت عيد مدير فن الكرواتي جديد النهاردة ويشتغل هتلاقي موجود في منتخب مصر ففي بعض اللعيبة بالنسبة لها قدوم كابتن حسام آخر اللعيب كمان من اللعيبة اللي الكابتن حسام شايف أن هي لعيبة كويسة وعلق عليها في أكتر من مناسبة أحمد هاني ظهير أحمد هاني بقى مش محمد هاني ظهير أيمن وكأن الأخوين هايبقوا لأخوين هاني في البكريت ظهير أيمن في إسراميكا من اللعيبة اللي هو شايف أن هي لعيبة ممتازة أخيرا بقى قصة محمد صلاح كابتن حسام حسن في اجتماعه مع التحاد الكرة أكد أنها كانت مجرد تصريحات بيتكلم على حاجة فنية وعلى واقعة بعينها واستشهد ببعض تصريحاته الأخرى في اختياره على سبيل المثال لما جيت سأل في أحد البرامج عن التشكيل المثالي التاريخي لمصر هو حط في محمد صلاح وقال لهم أنا شاف أن محمد صلاح هو واحد من أحسن لما جات في تاريخ مصر فأنا أكيد ما عنديش مشكلة لا فنية ولا شخصية من محمد صلاح الأمر كما هو محمد صلاح كابتن المنتخب محمد صلاح موجود في المنتخب الفترة اللي جاية وده كان كلام كابتن حسام مع الناس في اتحاد الكرة ومعاديم بيتفقوا على الجهاز وعلى التفاصيل بتاعة الفترة اللي جاية فالناس بتاعك قصة وصلاح وكابتن حسام والخناقة والتصريحات كلام دي مش موجودة أنا سلاف الجزاية دي بس هروح لفاصل صلاح وأهمية صلاح نحن نتكلم في تنين إحنا اللقات عندنا في المنتخب تنين أساطير مهمين يعني حسام حسن أهم مهاجم في تاريخ مصر ومعادي براهيم حسن أهم زي الأيمن في تاريخ منتخب مصر ومصر يعني ومحمد صلاح أسطورة أساطير كرة القدم المصرية بعد الفاصل نواصل ونسمع من الكابتن كريم زكري خليكم معنا يعلم بحضراتكم مرة أخرى سألت الكابتن كريم زكري فيما يخص الموضوع اللي أثاره محمد جمال وهو العلاقة اللي هتكون ما بين محمد صلاح أسطورة كرة القدم المصرية ولاعب منتخب مصر وقائد منتخب مصر والكابتن حسام حسن أسطورة كرة القدم المصرية والمديل الفني لمنتخب مصر العلاقة دي مفوت تبقى علاقة حلوة من حيث المبدأ صح؟ يعني هو ده الطبيعي أنا عايز بس عشان نفهم الموضوع هي ليه ما تبقاش حلوة؟ هو ليه من قبل ما الكابتن حسام حسن أصلا يمسك ويتقال ده هيروح له وده هيرتصل هو إيه اللي حصل أصلا؟ هو النهاردة ده طبيعي جدا أن أنا كمسؤول أو كأسطورة بطلع في استوديو تحليل لأي أن كان إيه هو بقول الكرار اللي تاخد من محمد صلاح أو حتى من اتحاد الكورة هو قرار خاطئ أنا لو موجود لازم محمد صلاح يفضل موجود تم على الناحية التانية شوف وليد الراجراجي والراجل المزرعو اللي بيلعب في بيرني ميونيخ الراجل قعد وقال لك مش مسافر ومكمل فأصبح أن الأمور دي بتحصل في منتخبات تانية واللعبة بتكمل من سنتين مروان جاله صليبي لو أنت فكر في البطولة الأخيرة عشرين وواحد وعشرين وجاله صليبي فضل ما تكمل بس بعين عن الحكاية اللي حصلت خلص ساعة البطولة ما هي دي ما هي دي دي اللي فتحنا الباب فيها أنا بكلمك على فكرة أنه أنا عجبني أول ما أنت بدأت كده إيه قلنا ليه عما يقول إن فيه أسطن ما هم جابوا التصريح بتاعك كابتن سبب الناس بتقول ليه في مشكلة إن هي بتجيب القصة دي فبتربوا الدب دي ولو ما لقوش القصة ده هيختروا حاجة تانية خلي وممكن بالمناسبة يعني لو كابتن حسام حسن وقتها كان مدير فني على كرسي المدير الفني مع منتخب مصر كاس المهم للأفريقية ممكن ما يكونش ده رأيه في ما حدث مع محمد صباح فدائماً اللي جوا الحدث غير اللي برا أنا بقول كده دائماً يعني عاديل هنا ممكن تقول إيه هو ده لعب ليه وده ما لعبش ليه المدير الفني ببعارف أبداً لما بتبقى مسؤول الأمور بتختلف بس هولغ على حاجة تانية كواسة اللي أنت قلت النقطة دي ممكن ما يكونش كلام الكابتن حسام لو هو مسؤول كده وكان ممكن ما يكونش صلاح قرره كان كده وارد كان ممكن يتغير مع كابتن حسام في النهاية دي كله حديث لكن مش الشغل الفني وارد يحصل تغير هنا أو تغير هنا ولو اللي اتنين مجتمعين في مكان واحد طب هو إيه اللي حصل ما بين اللي اتنين ولا حاجة يعني مثلاً كابتن حسن شحات ما كان بتعامل مع ميدو وكان بتعامل مع بوتريك وكان بتعامل مع أساطير كبيرة اه مش محمد صلاح لكن الناس قدت للقرة في المصرية كتير جداً ولو حصل مشكلة لأ أنا قلت لك في بداية كلامي أنا حابب أن المكان اللي يكون موجود فيه لعبة منتخب مصر منتخب مصر هو النجم الأوحد زي ما شفنا 2006 وزي ما شفنا 2008 زي ما شفنا 2010 إحنا لو عادنا نعد النجوم هتلاقي اللي بـ 11 اللي بلعبه في الثلاث بطولات دول واللي احتياطي كلهم كان نجوم لكن إنت بتشوف أو فاكر اللي قطط بتاعت البطولة بس فهو النجم الأوحد هو اسمه منتخب مصر ولا الكابتن حسان ولا صلاح فإحنا ليه بنتكلم هو حصل أصلاً ما حصلش حاجة فطب ما تسيبه الأمور تمشي هو اللي يحصل فنياً داخل الملعب أنا عايز أخمل لك في نقطة كويسة قوي فنياً داخل الملعب أغلب المدربين اللي مسكت منتخب مصر بعد الكابتن حسان شحاته وموجود معهم صلاح كان كل الحمل البدني كان على صلاح انت بتدافع ترمي كل الاسبرانتات على صلاح طب هل النهاردة صلاح لو بيهاجم ومعه تلاتة أربعة بيهاجمه بطريقة الكابتن حسان هل ده مش هيرايح صلاح في الملعب هل ده مش هيددي حلول فنية في الملعب لصلاح أكيد هيددي حلول فنية فالرجل بفكره الهجومي أصلاً داخل الملعب ممكن يرايح صلاح ممكن يزهر صلاح مع المنتخب أكتر بهو موجود اللاعب مفيش لعيب يعمل كل حاجة لوحده محمد صلاح مش ميسي مفيش حد في العالم زي ميسي ده اللي ممكن يقدر يعمل كل حاجة لوحده فالنهاردة محمد صلاح محتاج واحد واثنين وثلاثة واربعة يكونوا معاه جوة 18 عشر يقدر يدعب لهم لكن ما لاقيش صلاح هو اللي بيجري لوحده فأصلاً فنياً ممكن طريقة الكابتن حسامتي فيد صلاح فإحنا بنعمل أزمة من غير لازمة عجبك الكلام ده اه طبعاً صحيح اه طبعاً في وجهات النظر انه يكون كابتن حسام حسن هو اللي موجود نساعد بقى ولا هنقعد كل شوية العربية لا العربية تمشي متر اروح مرجعها يا سيدي سيبني اه يعني انا في حالة سيئة متفقين انا خارج من بطولة يا سيدي متفق انا حالتي كمنتخب مش احسن شيء يا سيدي عارف سيبني سيبني بقى خلاص انا فيه جي مدير فني بجهازه ايا كان فيه مين عليه اجماع مالوش اجماع بالجهاز اللي لم يعلن رسميا بالمناسبة حتى هذه اللحظة لما ييجي الجهاز ويشتغل وابتري بعد كده شوف الجهاز ده بيشتغل ازاي ولازم يبقى كل الدعم للعيبة اللي موجودة وعلى رأسهم صلاح من الجماهير ودعم اللعيبة ليه المدير الفني والمدير الفني عليه انه يرجع تاني نظام العمل داخل المنتخب ودي واحدة من الحاجات اه ناس تتكلم على عصابية حسام حسن وبالمناسبة ومعهم جزء من الصواب في الموضوع لكن ما في عنده حاجات ايجابية فهتتناول الموضوع كله يا خلاص تجنابها واسيب المركب تمشي زي ما تمشي ووجود كابتن حسام حسن انا على يقين تهم ولي قلته بالمناسبة فيما يخص اتحاد الكرة وكلامه عن صلاح انا اقول معلومة انا مش بقول لك رأي اقول لك معلومة هو القصة بالنسبة له منتهية مفيش ازمة من الاساس مع صلاح صلاح موجود كابتن منتخب مصر تحت قيادة فنية لكابتن حسام حسن ده الامر واتمنى انه يتقفل لحد كده لحد الناس تشتغل عندنا تجمع مصيري زي ما قلت اتنين ستة او تلاتة ستة مصيري لكابتن حسام مصيري لمنتخب مصر مصيري ما ينفعش بطول الكاسعالم فيها 48 فريق من وقاش موجودين فان شاء الرحمن قبل شهر ستة تكونوا امور تلمت بتلينا ننتظم في خطة يعملك كابتن حسام حسن للشاك بش خطة بجوة ماتش خطة واستراتيجية للسنتين الجايين لحد كاسعالم ان شاء الله بتلي نشوف الشكل ونسيب الرجل يشتغل ونسيب دايما زي ما كنا نسيب الاجانة بتشتغل نسيب الرجل يشتغل ونحكم عليه من اللي يحصل في الملعب والله زيه زي غيره سطورة على رأسنا لكن في النهاية انا عايز منتخب مصر يبقى في أفضل حال والله ماشي كويس والأمور طيبة هياخد كل الدعم الأمور فيها مشكلة هنبترين ننتقد ده الطبيعي لكل سؤالك كابتن حسام او لغيره جيمين تشرفت ونورتها شكرا 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 جزيلا كابتن كريم نورت الدنيا كراءاتها شكرا شكرا جزيلا ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشرة يا رب تكونوا استمتعتوا معنا شوفكم يا رب على الأخير